اهلا بكم تدق صفقة التبادل ابواب الهدنة وتشهد مصر على اكثر ساعات التفاوض دقة لتحديد مصير غزة ولبنان معا وتفاوض اسرائيل باستطلاع النيران وبمجازر تستهدف قوافل الاغاثة وتسحب الروح من الامعاء الخاوية مليونا فلسطيني يعيشون على الرمق الاخير ومن لم يمت بالقصف قضى جوعا فيما تحاول اسرائيل اجراء مناوراتها الاخيرة لكشف مصير رهائنها وكلما توغلت في خان يونس كلما غرقت في دمائها وعن بعد تراسل اسرائيل مفاوضي القاهرة حيث لم يحضر مندوبها الاجتماعات المصيرية لكن امريكا تولت ارسال الاشارات الايجابية وتحدثت عن تقدم في التفاوض وهذا التقدم دفع كبير مستشري البيت الابيض لشؤون امن الطاقة اموس هوكستين الى زيارة بيروت على جناح ايجابيات صفقة رمضان فهل ستكون مهمته لوقف اطلاق النار حصرا ام تتمدد نحو النيران الموجهة على خماسية لبنان الرئاسية نتناول هذه المستجدات وتحليلاتها في حلقة اليوم التي تمد اليافها ايضا نحو شبكة الاتصالات بما فيها من اشكاليات وخطوط مقطوعة وانترنت غير شرعي اضافة الى الاشكاليات الحكومية وذلك من خلال اطلالة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرن وفي الحلقة ايضا زيادة الرواتب اشكاليات الموازنة والمصارف مع الخبير الاقتصادي انتوان فرح عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال والعميد المتقاعد اندري ابو معشر ولكن مثل العادي البداية مع فقرة اولا مع جون عزيز بحسين ايوب وكل العنوين والملفات الساخنة ملفات الساعة مع اولا استاذ جون عزيز مساء الخير اهلا وسهلا فيك مساء النور استاذ احسين ايوب مساء الخير معكم رح نستعرض ابرز عنوين هذا الاسبوع وابرز ما ينتظرنا في الاسبوع الطالع من زيارة اموس هوكستين الى تعثر او نجاح مفاوضات القاهرة والى ما هنالك من ملفات ايضا سياسية ومالية وحكومية استاذ حسين ايوب ماذا يعني من غزة الى الجبهة الجنوبية ماذا عن المفاوضات عن الهدنة المفترضة ماذا عن احتمالات الحرب او اللا حرب خلينا نقول انه المناخ الشارع الاسرائيلي عم نحكي عن الجيش والحكومة والشارع اقلوا من خلال استطلاعات الرأي للشارع الاسرائيلي واضح كله مناخ حرب يعني بتشوف استطلاعات الرأي مناخ حرب عم بحكي فيما يخص لبنان انا هلأ راح حكي خصرا عن موضوع لبنان اذا بترجع لتصريح غادي ايزنكوت باول كانون التاني وقت اللي طلع بتصريحه الشهير وقال انه نحنا منعنا نتنياهو من ارتكاب خطأ استراتيجي كبير جدا لانه لو وفقنا على عملية عسكرية ضد لبنان كنا استدرجنا الى المحل اللي كان بده ياخدنا عليه يحيى السنوار اي الى الحرب الاقليمية يعني هذا المناخ موجود منذ خمسة اشهر هذا المناخ موجود ولكن احنا اليوم انحاول انقرشها بحسابات اذا بدك خلينا نسميها الحرب ولا حرب اياها الفرضية اعلى نحنا نعمل خلاصة ولو بشكل مهني مش عم بحكي انه يعني بمنطق لا التحشيد السياسي ولا لا تحشيد اخذها بمعين الاعتبار احنا مش على الحياة يعني الاقل ومتفقين انا وياك من 28 كان يوم سابت وقت طلعنا بالستيديو تحت انه بمعركة غزة مش لازم يكون واحد مثلنا على الحياة حتى لو كان صحافة ووقت اللي بتشوف اللي عمله الطيار الامريكي ايرون بوشنل او بتشوف اللي عم تعملوا جنوب افريقيا بمحكمة العدل بتقول حتما ان احنا هذا موقعنا الطبيعي نعم خلينا نبلش اول شي من عند سؤال اساسي اذا اسرائيل بدأ تعمل عملية عسكرية هل هي متفقة على العملية العسكرية يعني عم نحكي عن المستويان السياسي والعسكري باسرائيل متفقين على العملية العسكرية على المستويات داخلة الاسرائيل اتنين هل هناك ضوء اخضر امريكي لهاي العملية هلأ منحاول نجاوب على هالاسئلة اتنين منحاول نعرف الضربة شو وقت اللي بنقال عن ضربة عسكرية للبنان جاي اسرائيل تعمل اشتياح متل اثمانة وسبعين ولا اشتياح يعني جنوب الليطاني ولا متل اثنين وثمانين سلامت الجليل توصل على بيروت مع اهداف اثنين وثمانين ولا متل الفين وستة او في شكل جديد واضح انه هناك سياغة جديدة للعملية العسكرية عم تحكي اسرائيل عن عملية قصف بر على طريقة اللي عم تعملوا بغزة مع عملية ربما تكون اشتياح برية محدودة موضعية تتعدر تعمل منطقة عازلة بحدود اثنين الى ثلاثة كيلومتر في منطقة الجنوب هيدا عم نحكي بالتوصيف العام هلأ يلي بيروح على فكرة انه ليش في ضربة عسكرية اسرائيلية للبنان بيبلش اول شيء من عند الجيش الجيش الاسرائيلي بحالة تعبئة معبق عقديا وقتاليا وعمل تجربة بالميدان خمسة شهر وراح تبلش شهر السالس وبالتالي هذا الجيش اللي انت حاطه بهالحالة التعبئة فيك تنقلوا من مكان الى مكان وبالتالي اسرائيل بترجع بتكرس معادلة انه هي بتقدر تخوض حرب على جبهتين او ثلاث جبهات هيدا اولا ثانيا عندك فكرة انه اسرائيل من لحظة سبعة تشرين وقفت عداد الاتلة وبالتالي اذا اليوم كلفتها المعركة بغزة كذا ميد جندي بكرة بتكلفها المعركة مع لبنان في عندها الاسرة نموذج كيف عم تتعامل معهم اسرائيل بحيث انه يعني مش موضوع ساخن على جدوى الاعمال الكابينات الاسرائيلي او الحكومة الاسرائيلية موضوع تحرير الاسرة وشفنا قدي صار رايح اسرة اه قتلوا اثناء الاعتقال نعم التلاتة النقطة التالتة هي ربطا بحرب تموز 2006 بحرب تموز 2006 كان في عندها مشكلة اسرائيل اسمها جبهة داخلية وهذا تقرير فينو جراد حكي عنه بالتفصيل بالجبهة الداخلية موضوع اجلاء المستوطنين اليوم اسرائيل اجلت المستوطنين من الشمال وبالتالي اسهل عليها تعمل عملية اسكرية هي وعامل الاجلاء والحكي باسرائيل عن اجلاء اكثر من 80 الف يعني فيه تقارير اوروبية وامريكية بتحكي عن 180 فيه تقارير بتحكي عن 200 الف تم اجلاءهم من الشمال الى الوسط النقطة المرتبطة فيها كمان هي اجلاء المدنيين اللبنانيين يعني انت وقت بتجلي المدنيين اللبنانيين بعمق 3 الى 7 كيلومترات بهالميلة بتكون يعني ايده للاسرائيلي هو عم يضرب بتكون اقسة لانه بده يعتبرها منطط ارض محروقة وبالتالي بيقلك بكرة اذا فيه رأي عام مع انه الرأي العام بهالمعنى يعني متل ما بيسميه سعيد تايدين يعني رأي العام بهالحالة بيكون يعني بغل كبير لانه مش موجود اصلا هذا الرأي العام النقطة الاضافية هي الهجرة الهجرة يلي عم بتصير باسرائيل يلي تجاوزت فيه ارقام هلأ منعوا الاسرائيليين الحكي عن موضوع الهجرة كان فيه اخر تقدير قبل رأي السنة عم بيحكي عن تلاتمئة وخمسين الى تلاتمئة وسبعين هلأ الحكي انه تجاوز سبعمية اسرائيل على مدى سبعين سنة كل اللي هاجروا منا هني حوالي سبعمية وثلاثين سبعمية وخمسين انت عم بتحكي بظرف خمس تشهر هالقدي وبالتالي هاي معضي لوجودية عند اسرائيل هاي دي كلها بتعزز احتمالات انا بدي كملهم بدي كملهم عمقول هاي دي بتعزز النقطة المهمة كمان بهذا الموضوع هي فكرة الامريكاني هل ستجد اليوم الادارة الاسرائيلية الحالية ادارة امريكية اكثر اسرائيلية من ادارة بايدن بعتقد ما راح تلاقي ادارة اكثر اسرائيلية من بايدن وهذا الامر حكينا عنده برغم يعني حتى الاهانات الشخصية ما طير شي بالموقف الامريكي اللي مغطي بمجلس الامن بالفيتو بسلاح بالاموال الى اخرين هاي دا بما يخص عم نحكي بالجزء اللي له علاقة بالدوافع الحرب هلأ اذا منروح نحنا على الجزء التاني باللاحرب شو هي اول شي واضح انه الاسرائيل اللي حد هلأ برغم كل الحكي انه الاسرائيل في حالة جنون وا 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 واضح انه الاسرائيل اللي هلأ لا مش عم بيتصرف عم يتصرف بها عقلانية يعني ردود الفعل الاسرائيلية بالميدان اللبناني عم تكون محسوبة حتى التوصيع اللي عملها الاسرائيلي كان دايما عم يبررها باهداف ولا مرة راح على لا هدف هلأ الهدف اللي حطه هل هو هدف اه اله علاقة بداية قبل سبعة تشرين حقق ولا لا صاب ببداي حد بعلبك ولا صاب بدار زهراني ولا صاب بالغازية هده موضوع تاني هده الناس اللي بالميدان بيعرفوا اذا هالشي صح ولا غلط يعني انه باعنا انه هالمعطيات اللي كانت موجودة بعدها موجودة ولا مش موجودة النقطة التانية هي ردود الفعل يعني عم نحكي ردود الفعل حتى اللي لهلأ يعني حزب الله ردود فعله بالميدان لهلأ نبين لحد هلأ مضبوطة بالاتجاهان بالميلتان مضبوطة ردود الفعل النقطة التالتي الى علاقة بالكلفة اللبنانية لهذه العملية انت اليوم اذا بدك تعمل عملية ضد لبنان هاي دي مش بس عملية عسكرية وبتضرب وبتساوي انت عم تدمر مؤسسات الدولة اللبنانية انت عم تحشر محلات الناس موصولا لانه بتعمل مشكلة على موضوع الناس حين فيكون قصة كتير بسيطة في ياخدك على حرب اهلية على انه حزب الله يسيطر على البلد ووضع الجيش المؤسسات العسكرية والامنية وهذا كله يتناقض مع المصالح العميقة جدا لامريكا بالواقع اللبناني انا باعتقد انه النقطة المهمة اكتر خلينا نسميها الكوابح اذا بنا نسميها مش الدوافع للحرب هي العمق الجبهة يلي موجود فيها لبنان كنا عم نحكي المرة الماضية انه غزة هي عبارة عن سبعة باربعين هايدي هي ومحاصرة من كل الميلات العمق تبعها يلي كان ممكن يكون هو العمق المصري بس العمق المصري مسكر عليها اليوم انت عندك جبهة ممتدة من هون الى طهران عم نحكي عن الف وثمانمية كيلو متر وبالتالي هايدي الجبهة يعني بتاخدك بكل بساطة على حرب اقليمية كتير كبيرة يلي برائب السلوك الامريكي من سبعة تشرين لهلأ عندما قرر بايدن انه يرسل الطائرات ويرسل البوارج ويرسل جنوده الى المنطقة مبين واضح كان عم بيعمل عملية كبح لاي احتمال لتوسع الحرب بغزة تتصير حرب اقليمية انا بقول هاو دي المعطيات كل يتن اذا جمعناهم على بعضهم شو النتيجة بتكون زائد انه قصة هضم سبعة اكتوبر يعني ببعضه الاسرائيلي بعد لهلا الاسرائيلي ما هضموا هل هناك ضوء اخضر اماركي ما في ضوء اخضر اماركي هل المؤسسة العسكرية انا بعتقد في جو داخل المؤسسة العسكرية بيعرف شو معنى الجبهة بلبنان حزب الله بيقول لهلا انه انا استخدمت عشرة بالمية انا بدي نروح على محل اربع اربعين بالمية استخدم حزب الله من امكاناته بالمعركة بس في ستين بالمية ما بنعرفون نعم شو هنه وهوضي الاسرائيلي بيعرفون تماما لذلك انا بقول لانه الاسرائيلي عم يتصرف هيك وباكتر من مناسبة كان واضح ان كان بدءا من عيناتها وصولا الى النبطية بالرسائل اللي بعثها توضيحية واضح انه فيه بالمؤسسة العسكرية فيه عملية كبح لامكانية التصعيد وبالتالي بعتقد رح يبقى الجنوب ساحة مضبوطة مضبوطة استاذ جون الهدنة هل سنشهد هدنة قريبا هدنة رمضان ما يحكى عن هدنة رمضان في غزة وستنسح بحكما على الجبهة الجنوبية ام ماذا لك خلينا تعرف عند محطتين اذا هو واحد ما اريه هون بيكون جاهل بالميدان وبالسياسة مجزرة المستشفى المعمداني ومجزرة الطحين بعد هوضي المجزرتين ما تغير شيء بالواقع لا الاسرائيلي ولا الفلسطيني ولا العالم مشان هيك يلي بعده مراهن متل ما احد مسؤولي حماسط العقيل مرة انه نحن بحاجة الى دماء الاطفال والنساء فوقف هذا الخطاب دماء الاطفال والنساء ما بقى تحقيق شيء نتنياهو مستمر بجنونه مستمر بتوحشه مستمر بهمجيته بربريته يا بتكسروا بالميدان يا روح نبش كيف تحمي ابنائك واطفالك فالكلام كله وبكل العالم حتى عند حلفاء حماس انه انتوا قدام حل وحيد ما عندكن غيره بتروحوا بتنضوه تحت السلطة الفلسطينية وبتحطوا على الطاولة فعليا كيفية بحث بحل الدولتين اذا مش قادر تكسروا بالميدان بتروح بتعملهو الحل الاخر نساء الهدنة ونساء رمضان ونساء كال هيدا الزجل العربي والشعبوي والاسلاموي اللي ماشيين فيه من 14 شهر لليوم بتكمل المجازل على نفس الوطيرة وما بيتغير اي شيء اطلاقا وهيدا بينسحب على الواقع اللبناني ويلي أنا صرت بسميه من البيوان لبعبدة وهيدا مهمة هوكشتاين من البيوان لبعبدة نفس الشيء سيطرح علينا في الجنوب اذا صارت الهدنة او اذا كمل الصراع واضح انه في الجنوب نحنا رح نكون قدام خيار من الثلاثة اول خيار انه يصير فيه تسوية دولية تحديدا غربية عربية اسرائيلية تضمن وضع الجنوب هيدا الخيار بتقديري ايران قادرة انه تعرق له بس هل هو ناضج هيدا الخيار انا عم بحكى او شي بالاحتمالات النظرية بعدين منشوف ايه عنده حظوظ اكتر بس هذا الخيار الاول يلي عم بينبحث ويلي نحكى ويلي هوكشتاين فكر فيه جزئيا انه بيقدر يعمل تسوية عربية غربية اسرائيلية واضح انه ايران قادرة تعرق له الاحتمال التاني كمان نظريا هو التسوية الامريكية الايرانية ويلي بتأدي كمان الى استثباب الوضع بالجنوب مع اسمان لبنانية بالداخل بس هيدا كمان ايران مش قادرة تفرضه بلبنان لانه ايران منى سوريا حافز الاسد يلي عمل صفقة مع امريكي بال76 وبال90 وركب تركيبة لبنانية قابل الحياة كل مرة تكون حوالي 10 الى 15 سنة بيبقى الحل الثالث يلي اه كمان عم بينطرح وبعدني بقول نظريا هو انه التركيبة للجيش اه تأمن مرحلة انتقالية وهيدا الى حد نسوه كل السياسة نسوه كل التطورات اللى ممكنه نحنا ازا بدنا نزيد انتشار الجيش اللبناني بجنوب لبنان بين خمسة لسبعة تلاف جندي قديش هاو دي كلفتهم وقديش الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطوة فهيدا الاحتمال الثالث ما بعرف قديش ممكن الكل انه يسمح بس اي احتمال هو الاقرب يعني عم تحكي عن ثلاث احتمالات نظريا هلا تطبيقيا ايه برأيك الاقرب الى التطبيق بالمدى المنظور خلينا اقول انه المؤشرات لكل واحد واضحة مؤشر الاحتمال التسوية العربية الغربية هادي بيبين اذا الخمسية قلعت وعملت خرق بمكان ما منكون راحين على هيدا الاحتمال اذا الخمسية ما قلعت وتعسرت وتعرقلت بيكون علينا حكما انتظار المصالح الامريكية الايرانية وهيدا بتعني انتظار ما بعد انتخابات الرئاسية الامريكية بتشيرين تاني لانه لا هلأ ايران مستعدة تفاوض او ادارة راحلة ادارة مش عائلة ازابائية ولا هيداك مسترجع انه يعمل خطوة مع ايران ما بيعرف كيف تنعكس على انتخاباته اذا الخمسية خرقت من روح على الاحتمال الاول اذا الخمسية تعسرت راحنا لا تشرين التالت اذا صار في حد ادنى من اقتناع عند كل المسؤولين اللبنانيين انه بيكفي تدمير مجاني وعبسي من دون اي نتيجة حدا يقل لي من اربعة شهر لليوم اي نتيجة تحقق يتنبيرح وزير الاقتصاد عن بيقلك سلنا خسرانين عشرة مليار دولار هلا بعد شوية منحكي عن الاقتصاد خلي خلينا ناخد ما في وقت مستقطع بالحروب ما فيه هدني ما فيه مش وقف نار وقف اعمال عدائية او حربية طالما مشا منحقق شي نعمل هذا الترتيب بانتظار تطور الامور يا اما دوليا يا اما امريكيا وايرانيا استاذ حسين بكرة اموس هوكستين جاي على لبنان وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين شو حامل معه جديد يعني شو جاي اول شي في البعد الاول بالزيارة يريد الامريكي القول للمنطقة كليتها انه الملف اللبناني هو ملف امريكي وليس اسرائيلي يعني الواضح انه بغزة او بالضفة بيعتبر حاله الاسرائيلي هده ملفه بياخد رأي الامريكي بيتمرد على الامريكي ولكن واضح انه الامريكي عم بيعمل غطى على موضوع لبنان من خلال الزيارة بهذا التوقيت اتنين السؤال هل جاي هو بناء على معطى له علاقة بالهدنة يعني هل هو لانه ليش عم بقول هو جاي له لانه كان باخر لقاءات صارت ان كان مع رئيس الحكومة بميونيخ او بالاتصالات الثلاث اللي عملت مع رئيس مجلس النواب بالمناسبة هو بيتواصل مع اربع شخصيات لبنانية وبتواصل مع رئيس المجلس نيابي مع رئيس الحكومة مع نائب رئيس المجلس النيابي ومع قائد الجيش عمليا وبيبعت رسائله لحزب الله عمليا عبر ثلاث قنوات هي بس اتنق قائد الجيش هو السؤال عم بيجي بناء على معطى له علاقة بالهدنة وعم بيجي على معطى له علاقة بدينامية يريد الامريكيون اطلاقها خلال الهدنة تأدي مستقبلا الى وقف اطلاق النار ام جاي بناء على معطى مختلف كليا عن هذه المعطيات وجاي حطه قدامنا شو ممكن يكون هالمعطى مختلف كليا الشيء الاكيد سيد جورش انه هو بالتواصل اللي نعمل مع رئيس المجلس النيابي ومع رئيس الحكومة حكي عنه صار يملك عدد من الافكار اللي الى علاقة فيه موضوع الترسيم او يعني الموضوع الحدود البرية طلب منه باخر اتصال بعتقد صار يمكن بنص شباط اخر اتصال صار مع رئيس المجلس طلب منه رئيس المجلس انه يبعث الافكار اللي عنده مكتوبة اللي هلأ بعده ما بعثها السؤال هل هو ناطر شيء بده يسبق تسليم الافكار وانا بعتقده هون فيه سؤال مركزي هو راح يسأل الجانب اللبناني اذا كنا رايحين على هدنة فقط بغزة ومن بعد الهدنة احتمال يستقنف الاسرائيلي هل نحنا اللي عم نحكيه هلأ على الطاولة في بيروت قابل للحياة للإستمرار ام انه بس تسقط الهدنة بغزة بده ترجع جبهة الجنوب تشتعل انا بتصور انه هذا جواب خلينا نسميه مفتاحة اساسي بتحديد مسار مهمة هوكستين في المرحلة المقبلة استاذ جان اموس هوكستين غدا سيبحث شو ببيروت شو جاية ومعه جديد عودنا اموس هوكستين على السرية وتكتم بحركته بس هو كان قيل بمرحلة سابقة لما بيّن انه مأجل عودته انه بيرجع بحالة من ثلاثة اذا فيه هدنة او اذا فيه حرب وشيكة او اذا فيه عنده مقترح جديد قادر يشكل مفتاح الآن سيئة بانه هاودي ثلاثتهم نظريا ممكنين بكرة يعني فيه هدنة عم تنتبخ عم تنتبخ عم تنتبخ عليها فيه كلام باسرائيل انه ايه اذا بتاح بغزة ممكن يتفدق للجبهة الجنوبية او لفرد منطقة عايزلة او سوى ذلك وممكن ان يكون حامل شي جديد علينا انه ننطر بس تقديري انه عنده شي جديد لانه حركته نساء مع القطري وعلى مستوى عالي جدا قبل المجيء نكوع شوي بالفرنسي من مؤتمر باريس حتى شوي مؤتمر روما بما يعني افهام الجميع بانه القرار في لبنان سيظل امريكيا رغم انه حتى هذه الخمسية بتقولها انه موافق على مضمون الورقة الفرنسيين ما عنده مشكلة بالمضمون بس بديقول انه القرار لي فتنسيقه القطري على مستوى عالي افهامه للجميع بانه ايه انه انا بدي اتعاطى بالملف ممكن يعني حامل شي فلننتظر بس بتقديره اذا بيكون حاملو بيكون حاملو من البيوان لبعبدة لبعبدة يعني من ضمن باكيج يتعلق برئاسة الجمهورية تدرجيا وانطلاءا من الالف وسبعمية واحد والحدود البرية وصولا لبعبدة طبعا خليني انتقل على بعبدة انا ببعبدة بس بموضوع هوكسين يعني واضح انه انه يعني وقت اللي عم نحكي نحن بموضوع الجنوب انه بموضوع انه حرب ولا حرب مجرد يعني وصول هوكسين على بيروت واضح انه الامريكا يرغب باطلاق دينامية معينة الى علاقة بالواقع اللبناني وبالتالي انت عم تحكي وقت اللي انت عمليا عم تقول ما في حرب بيصير هون السؤال هل اسرائيل تقبل بالعوضة الى ما كان قبل سبعة تشرين انا بعتقد الاسرائيليين عم بيوصلوا لكل الناس انه احنا مش قبلينين من العوضة الى سبعة تشرين لذلك السؤال بعد سبعة تشرين هل نحنا رايحين على وضع جديد شو هو الوضع جديد اذا عم نستبعد نحنا فرضية الحرب وعم نقول عم تقول انت عمليا اطلاق هاي دينامية هل هاي دينامية في تقبل لبنان الى الا بحدود اللي بعرفه انا وبحدود اللي بعرفه بالجو اللي موجود اقل وعند رئيس المجلس وعند رئيس الحكومة انه فيه رغبة بيتتجاوب مع الدينامية اللي حاملها الامريكي شرط ان يكون الامريكي حامل شي محدد وواضح ما يكون نسخة عن الموضوع الفرنسي لانه اذا الصيغة الفرنسية هي زي تجايبة بيكون يعني تخلص بالأفراح يعني عمليا بيكون مصيرة مثل هاي ديك طيب خلينا انتقل على ما له علاقة ببعبدة والفراغ الرئاسي كتلة الاعتدال كان فيه دينامية وتفاؤل وإيجابيات واذه كله هالأسبوع تبخر يعني نحن بخرناه جمع الماضي يعني وقت اللي طرحنا مجموعة أسئلة الى علاقة بانه من يدعو الى الحوار انت بخرت علي لأ عمقول من سيدعو الى الحوار مين بده يترقص هذا الحوار شو معايير الحضور مين بده يحدد جدول الأعمال مين بده يتابع الالية حطينا مجموعة أسئلة وظاهر هن الشباب باللقاءات يعني ما أعطوا جواب واضح يعني لك لا كان فيه يعني كان جمع الماضي الاستاذ سجيعطي هون وقال انه من الداع على جلسة تشورية وبدون ترئيس حدا انا بعتقد اجل جواب من الرئيس بره انه لا هيدا بده حدا يترقص وهدي جلسة حوارية هل دفنت مبادرة الاعتدال حبل لقاء حزب الله لا انا بعتقد حتى باللقاء مع حزب الله بكرة هو اللقاء مع حزب الله بتصور رح تكون خلينا نسميها بكرة الجلسة مع حزب الله رح تكون جلسة استماع على طريقة الكونغرس يعني رح يطرح رئيس كتلة الوفاء مجموعة أسئلة أمام شو اسمه الوفد الاعتدال رح يحطوا أجوبتهم رح يرفع بطبيعة الحال هذا الأجوبة ما رح يكون عنده أجوبة بسرعة عليهم وهي الأجوبة بيتنرفع على تندرس على مستوى قيادي بحزب الله بس تندرس رح يصير فيه جلسة حوار تاني وربما تالتي وبالتالي مع كتلة الاعتدال وبالتالي بتصور انه هلأ هني بيضلهم عم بيعبوا الوقت برمضان يعني بيصير واحد من المسلسلات تبعيد رمضان الموضوع الأساسي المسلسل الاعتدال يعني موضوع الأساسي يعني هني يعطيهم العافية هني يعطيهم العافية آخر شي حد ميما عمل مبادرة بالبلد منيحة حتى من يعني نعطيهم حقهم للشباب بس السؤال بالسياسي هل نضجت اليوم بالسياسي ظروف انتخاب رئيس للجمهورية أو لم تنضج ونرجع للسؤال الأساسي اللي طرحناها المرة الماضية واللي قبلها هل ملفنا مرتبط بشكل أو بآخر بغزة أنا بعتقد ملفنا مرتبط بشكل أو بآخر إذا صار فيه دينامية إيجابية لموضوع ترسيم الحدود بتصور هيده بتعمل تحفيز للموضوع الرئاسي إذا ما صار فيه دينامية للألف وسبعمية وواحد معنات الملف الرئاسي مؤجل حتى مثل مقال يعني جان عزيز من البيوان لبعبدة أستاذ جان موضوع الاعتدال والخمسية يعني كمان من رجعه من البيوان لبعبدة وهي دي تعبئ الوقت الضائع يما كيف لكن كان عندهم كل النيات الطيبة النواب كتلة الاعتدال إنما وقعوا ضحية لموقف بأي معنى وبنرجع على الخيارات الثلاثة اللي قتل لكي هون من الجنوب يلا من البيوان لبعبدة حركتهم خلت إنه طرفين يفكروا إنه هايدي بتصب عندهم وبتخدمهم السناء الشيعي يحكي وتصار تسريبات وتحليلات إنه هاو هنه حسام طروادة السناء الشيعي وهنه مأيدين لمرشح السناء الشيعي وعم بيطبخوا هايدي الطبخة حتى يجيبوا البقين على الجلسة وبينقلبوا بأمنوا الـ 65 وهنه مش هيك بس ظلموا بإنه أعطوا هذا الانطباع إنه هاو عم بيلعب فيهم السناء الشيعي حتى يمرق تمريرته الرئاسية بالمقابل صار حكي مماثل إنه لأ هاو نسئين حركتهم مع الخماسية ويمكن بعض المعنيين بالخماسية حكي بشكل علني إنه هاو دي عم ننسق نحن وياهون وعم نشوف كيف بيقدروا يجيبوا كل على مبدأ الخيار الثالث اللي نحن طرحينه فبلحظة من اللحظات باعتقد إنه الطرفين كل واحد فكر إنه بيقدر يستخدم هذه المبادرة ولما اكتشف إنه مش قادر يستخدمها اتنيناتهم دبحوا فمشن هيك باقي الخيار الثالث العملي اللي هو إنه الخيار الانتقالي يمكن الواقعي إنك خيب بتاخد الجيش بترتب وضع الجنوب وبتشوف شو بتعمل ومش صدفي لأنه هيدا الخيار الوحيد اللي بعده ممكن بتشوف إطلاق النار علي والحرطة علي يعني واحد بيطلع لك بيقول لك إنه الجيش اللبناني غير جاهز للقتال علمان وزير الدفاع قال علمان بس هيدا بيقوله للسجلات على مدى الأزمة المالية من 2019 صار حالات تخلف عن الخدمة بكل الأجهزة العسكرية والأمنية بالجنوب من سبعة تشرين لليوم ثلاثة أدار لم تسجل حالة تخلف عن الخدمة واحدة كل الجيش اللبناني يلي بكل الظروف المناخية والاقتصادية وكل التجهيزات على وضعه لم تسجل حالة تخلف واحدة لا لأنه شو ما كان حالات الجيش بيعفوا أنه عنا عدو كبير وعدو عن جد اسمه إسرائيل واسمه هذا الكيان ما فيه عنصر تخلف عن الخدمة بمواجهته فمشان هيك بتشوف كل هذه الحرتقة على المؤسسة بالمدرسة الحربية بموضوع التصريحات بموضوع التجهيزات لأنه الباقي عم بيكون تقطيع وقت يعني هي لا لحظة هي حرتقة على المؤسسة العسكرية ما حرتقة على قائد الجيش على المؤسسة على المؤسسة في منظومة استير جورج ما بده بلد فرطوه شقفي شقفي وبرغي برغي وعزقه عزقه شو بيئه منه بعد في هاي دي المؤسسة هاي المؤسسة إذا وقفت ممكن ترجع تلم هذا البلد هاو ديك بدهم إنه لا خي شو بدنا فيها هاي نرجع على الخمسة وسبعين ستة وسبعين ونرجع من عوام هاو ديك مين يعني من ضل هيك بال كل الباقيين كل الباقيين إنه في عندك شك إنه في حدا آآ تما نفوت بهذا يعني في عندي الشق المتعلق بالموضوع المالي هذا الجزء من الحكي آآ طالما حكيت عن موضوع الجيش يعني في الزيادة الرواتب والبدلات إن كان بالقطاع العام أو بالنسبة للعسكريين آآ اللي صار يعني خلال هذا الأسبوع آآ وين ممكن إنه آآ نحطه بأيا 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 خاني اللي صار وهل هو إيجابي يعني نفس الشي يعني آآ هيد التركيبة ويلي كمان بعده رئيس الحكومة نجيب مئاتي آآ آآ متطوع ومتنطح إنه يكون هو غطاء رجعت تعمل زيت الشي بتعرف إنه الامهيار اللي صار في 2019 بجزء كبير منه هو نتيجة سلسلة الرتب ورواتب اللي عملت في 2017 الناس نسيت أستاذ جورج في أحد الممثلين الدبلوماسيين للبنان بإحدى الدول طلع في 2018 يتباهى والحق مش عليك يتباهى بإنه عم نحتفل اليوم بوصول السائح اللبناني المليون إلى تلك الدولة مليون سائح لبناني رحوا على الدولة السائحة نتيجة شو سلسلة الرتب والرواتب يلي دفعوا مين دفعوا المدعين كلهم سوا وبالتالي شو كانت عم تعمل يوم أنت المنظومة كانت عم تعمل انتخابات 2018 بأموال الناس وصلنا إلى الكارسة اليوم زيت الشي بدنا نخدر العالم بدنا ننيمون بدنا نستوعب الناس ونرجع نخلي النظام الزبائنية قائم شو منعمل منروح منقول لهذا القطاع العام يلا زدنا لكم شو هايدي الزودي؟ هايدي الزودي رح توصل لـ 1.4 مليار دولار سنويا رواتب رواتب يعني هايدي الدولة اللبنانية العظيمة يلي متأملي انه توصل بالحد الأقصى انه قطاع العام يشتغل 14 يوم بالشهر عليها انه كل يوم عمل تلم حوالي 650 مليار ليرة جبايات بالوقت النفع عم نعرف كيف عم تشتغل العقارية منعرف كيف عم تشتغل كل دوائر الدولة بس شو البديل يعني هايدي الموظفين لعظة مع عشاتهم كارسي وما عم بتكفي يعني هني كمان عندهم حق معهم حق لا لا أبدا أكيد معهم حق ومليون حق بس هلا شو عم بتقلهم هايدي المنظومة عمنا لهم نضحك عليكم بهوض المصريات ومنوصل للحظة منكون قدام خيارة من الثلاثة يأما إذا ما قدلنا جبينا نتفعلكون رواتب كون منوقف الدولة كل النفاقات التشغيلية والاستثمارية بتوقف وهذا كمان جزء من فرط البلد انه بطل عندك ولا أي بناة تحتية ولا أي شي على مستوى الخدمات العامة او منرجع منجبر على مصر في لبنان انه يغطي ناخد الدولارات اللي عنده او منطبع ليرة ومنفلة الدولار وبيرجع بيكون الموظف بالقطاع العام اكلها مرة ثانية اللي عطيناه ييب وناخده منه البديل البديل انه كل اللي حكيناه وقت الموازنة وبيدي ارجع عيده انه في منظومة عم تسرق القطاع العام حدا بيحط انه جبيات التفقاء مليار بدل ما هي لازم تكون ثلاثة مليار وما حدا بيسأل حدا بيحط انه في عنده مرفق اساسي نزل من مئة مليون دولار بالسنة لثلاثة مليون وما حدا بيسألك ما في نايب سأل يمكن فيك مواحق عن تحديدا الرجيع حدا بيحط انه في مرافق سياطلح قالولي عندك رجع حدا صاح انا لا بطلت سبعمائة دولار قديش صارت بتحديهم يقولوا قديش صارت في منظومة عم تنهى بالدولة لا تكرس مفهوم شو يعني مفهوم الزبائنية انت يا استاذ جوجو انا وكل واحد مننا ازا بدك تعمل معاملة بالدولة ما بتحكي مع مسؤول سياسي ازا بكتوط على مستشوى ما بتحكي مع مسؤول سياسي ازا بكتوط على مدرسة هايدا النظام بدون يخلوه كي بدون يخلوه هاي طيب بالختام استاذ حسان قلتلي انه فيه وضع انساني او حالة انسانية بتكتختم فيها يعني عزرا من معالي وزير الاتصالات يعني اخدنا شوية من وقته بس بدي اقول شغلي انه فيه شخص اسمه موسى محمود بزة عمره سبعين سنة هذا مواطن من بنت جبال يكاد يكون هو ذاكرة بنت جبال بكل الحروب بكل الاشياء اول واحد بيكون بالمناسبات الاجتماعية بحرب الالفان وستي لم يغادر بنت جبال يوم واحد بستة وعشرين كانون التاني بيواجب عزاق عم بيعملوا لانه بيدورها وان في اعزيه هادي عادته التاريخية هذا الانسان الطيب الكريم راح بده يعزي احدى العائلات من ضيعته بنت جبال يعني من مدينة بنت جبال بيظهر من العزاق كانت حوالي تقريباً خمسة ونص اول المساء ما بيوصل على البيت هلا من شهر وجمع من شهر من سبعة وثلاثين يوم من ستة وعشرين كانون التاني اليوم وين لقوه بريجارب الازاعي يعني تتشوف هيدا الانسان اللي كل الحروب والمقاسي اللي صارت بجنوب وين اليوم لقوه اهله وعيلته هيدا نموذج لللا دولة للإهمال وحرام هيدا القصة تمرق بشكل عابر موسى بزي هو عنوان لكل هود الناس جنوبيين اللي بيستاهلوا اكتر من هيك ان كان الناس اللي صامدين بقراهن ولا الناس اللي هجروا وطروا يجوا على بيروت او على الضاحي او على قرى الجنوب اللبناني تحية لروحه اه لموسى بزي وانا ابدأ شكركم شكرا لقالك حسين ايوب شكرا لقالك جون عزيز شكرا نرجع من التأى الاحد المقبل اهلا وسهلا فيكن بعد الفاصل الاعلاني بيستقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم لنحكي ضمن حديثنا رح نحكي ايضا عن الزيادة بالرواتب ونية يعني هل مأمنة من ضمن الموازنة يما بدون نطبعوا ليرات ويصير فيه كمان تضخم ومزيد منها الافلاس بدنا نحكي عن الواقع الحكومة والتباينات داخل الحكومة وايضا بدنا نحكي عن ملف وزارة الاتصالات من الانترنت غير الشرع يلي ابتداءا من اول مبارح بواحد ادار صار فيه تدبير جديد وقرار جديد صار حيز التنفيذ وصولا الى باية الملفات بعد هذا الفاصل الاعلاني في هذا المحور من حلقة الليلة استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم معالي الوزير مساء الخير اهلا وسهلا فيك مساء الخير بلقاءنا معك الليلي بدنا نحكي طبعا ملف الاتصالات ما له علاقة بالانترنت غير الشرعي والقرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ يومين وما هو هذا القرار مزبوط وشو بيترتب عليه ما هي موجباته ما هي نتائجه بدي احكي كمان عن مزايدة جديدة رح تنعمل بالنسبة للبريد بدي احكي عن موضوع ستارلينك وبعض الملفات ايضا المتعلقة بوزارة الاتصالات ولكن قبل بدي بلش انا وياك من الملف الحكومة حضرتك وزير في الحكومة في العديد من التباينات والاشكالات وعلمات الاستفهام التي لها علاقة بوضع حكومة تصريف الاعمال اليوم سوالشي صحيح انه بلأبوك احيانا بالجلسات بابو ملحين هيدا هيدا لقى بحصري لعميد مروان شربي الوزير السابق يعني ما بعرف ليش لك هي حقيقة من اول ما بلش الجدل حول حكومة تصريف الاعمال انا كان عندي اناع ولازلت انه نحنا مجبورين نأمين اه شغل الناس هيدا هيدا اولوية عنا بالنسبة لنا اه الوضع القائم اكيد مش انا مسؤول عنو ولا حتى الحكومة مسؤولة عنو في عندك مجلس نيابة لازم ينتخي برأيي الجمهورية بهالوقت نحنا واج بيتنا انو ننشي شغل الناس بقى اه يمكن هيدا الموضوع انصار بآه بآخر جلسة لانو كان فيه توجه انو كيف فيه وزراء عم بيبعثوا اه مرسيم وما عم بيكونوا موجودين ليدافوا عنا ويفسروا عنا وإلى آخره وبما كان ما انا بس كنت عم جاري بقل فط النظر انو نحنا واج بيتنا كحكومة نسيسر شغل الناس اه ونخلي شوية سياسة ويمكن فيه كتير ناس ما بوافقوني عها الرأي نخلي شوية سياسة برات موضيع المعيشة وحاجات الناس مين اللي لقبك بأبو ملحم رئيس الحكومة لا لا هو بخبر عنه اذا بحب يخبره هو بخبره لا بس ما نعيش يعني احد الوزراء اه اه احد الوزراء وايا ملفات ايا وزير سيسرته او هيك دخلت عالخط لا شعبت انو اخر جلسة كان فيه عدة تحديدا يعني ايا وزارة باعتين كانوا من الوزراء المعطعين كان فيه الوزير الخارجية وكان فيه الوزير شؤون الاجتماعية وكان فيه الوزير العدل اهام معك الحال رح رح اوصل معك لا اه يعني مقاطعة الجلسات وموضوع الوزراء الزملائك شو بتقللهم وموضوع كمان المطالب بمقاضات الحكومة ورئيسها بس قبل بدي بلش من اخر جلسة يلي اقريت وفيه زيادة الرواتب بالنسبة لموظفي القطاع العام بالنسبة للعسكريين المتقاعدين وما حدا راضي يعني مش راضين لا القطاع العام راضي ولا العسكريين المتقاعدين راضيين وفيه زيادة رواتب وفيه اعباء يعني فيه فيه تمويل منان بتكون تجيبوا التمويل كان من شوي الاستاذ جان عزيز عم بيقول يعني انه بالاخر رح بصير اطبعوا ليرات ونفلس زيادة او يا مصر في لبنان غطي الموضوع من دولارات الناس اه او او شو منصير يعني لا بتصور انا اذا هيك صار الحديث انا ما بوفي استاذ جان اه رأي بهالموضوع هاي طيب وضح لنا يعني هالزيادات اه هل في الى مصدر تمويل يما هيك اه بيعتوها للناس من من كيس مش معروف ازا فاضي ولا مليان اللي تابعوا جلسة نيابية انحكى بالجلسة النيابية انه فيه احتياط وكان فيه اه بوقتها وقت الجلسة كان فيه خلاف على قداش قيمة الاحتياط انحكى انه الاحتياط بين ستة وعشرين الف وستة واربعين الف مليار ليرا لبنانية هيدا موجود بالاحتياط الموازنة الاحتياط موازنة الالفان واربعة واربعة صحيح بتصور اه اكيد مش بتصور اللي انا بعرفه انه اليوم الحاكم هو موفق على هالارقام وطلعوا هالارقام من عند الحاكم بمعنى اخر نحنا اه اللي بعرفه انا انه ما فيه طبع مصاري وما فيه صرف من اموال المدعين فيه من الجبيات اللي ممكن اه نقدر نحصلها بس احتياط الموازنة هيدا بحطوه احتياط حتى ازا صار فيه طوارق معينة اه ينسحب منهم مش انه لتغطية مش لتغطية زيادة الرواتب يعني بركي لقمت عيش في قطاع العام مش طوارق اه اكيد بس بعدين بركي صار فيه طوارق تاني منعم بتجيبه نحنا نحنا ازا ازا سفرنا كل الاحتياطة منعم بنجيب ازا صار فيه عنا نقص معين بوزارات معينة توقعتنا باشية صحية باشية خدماتية توقعتنا انه لما يبلش العمل الجدي بالموازنة تبع الالفان واربع وعشرين رح يصير فيه فائد اضافة بالنسبة لها الموضوع اه اكيد يا متل ما بتعرف انه فيه عنا اكتار من مؤسسات الدولة ما كانوا فعالين ما كانوا عم بيشتغلوا مظبوط ازا درنا تخطينا هالمرحلة اللي هي المشكلة الاضرابات بتصور انه رح يصير فيه مدخول اضافة للاحتياط اكيد طيب شو قصة بند تنظيم المصارف يلي عم بيتأجل من جلسة لجلسة وعم بيكون فيه معارضة وزارية اه من داخل مجلس الوزراء لهيدا المشروع لدرجة انه صار الكل متنصل منه يعني ما عاد له باي وام يعني صار مظبوط انا هيدا صراحة هيدا بالتحديد انا كنت ضده من اول نهار قبل ما يطلع بالاعلام ويصير كلنا نضده ليش انت كنت ضده من اول نهار لانه غير قابل لتضيق يعني اليوم اه فيه تنصل كان من قبل الدولة اه انه كانه هي منا مسؤولة عن هالموضوع اه وكانه عم منلوم اه البنوك بس فقط لوحدهم اه ومش انا مني مع البنوك بس انا لو بعرف انه البنوك بيقدروا يقوم بها المهمة لوحده وانكن بمشي بها الخبرية بس انا عارف بمكان ما انه ازا بدنا نفوت بها القانون رح يفلسوا البنوك رح نفقد السقب نزام البنكي بالبلد وما رح نصل لنتيجة خايدية هيا مشكلتي مع القانون انا اصلا طب مين حاطوا هالقانون يعني بالاخر مين ما عم نسأل بيقول انه اه يعني حتى نائب رئيس الحكومي سعاد الشامل اسبوع الماضي طلع بيان طويل عريض انه عم بتحاولوا تلبسونيه وتلزقوه فيه هيدا منو منو مشروعي يعني منو مش انا اللي بتبنيه طب مين عاملوا هيدا؟ اه قيل لنا انه نحنا اليوم هيدا القانون نبعته متل ما هو على المجلس النيابي وبمجلس النيابي اه رح يعملوا لجنة تكون مؤلفة من خمس نواب اه رؤسة كتل وينضاف اليهم تلات وزراء وينضاف اليهم حاكم مصرف لبنان وناب الحاكم ويدرسوا ويجوجلوا ويغيروا ويرجعوا يكروا ببند واحد على اساس هيكة بمجلس النواب يعني وقتا كانوا عم بيتسوقلوا داخل مجلس وزراء كان عم بيتسوقلوا انه هيدا منع النسخة النهائية الاخرانية اللي بنا نتعملوا بس هي هاي دي هالنسخة يلي انتو المفروض تبحسوا فيها ويلي عندك اعتراض عليها من اول يوم قلت لي وباقي الوزراء كمان في كتير وزراء معترضين هاي دي هالنسخة مين عاملة عاملة اه رئيس الحكومة وفريق مستشارينه الاقتصاديين يما عاملة اه نائب رئيس الحكومة اه وفريق معين يما معمولي ارضاءا لصندوق النقد اه يما شو انا بقل لك عام خبرتي الشخصية لانه انا اه اعملت لقاء مع كزا عدد وزير مع كزا عدد بانك اه حتى مع مستشار الرئيس اه ومع الهيئات الاقتصادية ومع اوضات كنا كلنا سوا وحكينا بهالموضوع هاي دا اه واللي بقولوا انه ما حدا كان متبنيه من كل الموجودين ما حدا كان متبنيه هالا قرار. منين اجا طيب? كيف طلع? يعني انا لسوق الحظ ما شركت فيه. اه. وحابب بالمرحلة القادمة انه انا كون موجود باللجنة وكون عم شارك فيه. باعادة اه وضع يعني. اه. صحيح. انا ما شاركت بالا اه. طيب ازا ازا بدك تشارك باعادة اه يعني هل في نية لاعادة اه اه تزبيطه او تنقيحه? ليهو اكيد انه متل ما هو هيك ما بيب. ما بيب. طيب شو اقتراحك يعني شو من عمل فيه. انه يكون فيه توزيع الخسائر اه تحميله للدولة مية بالمية مش للمصارف او كيف? لا اكيد لا انا من اول نهار بيقول انه اه فيه اربع جهات مسؤولة عن اللي صار. اه. بدرجات مختلفة. اه. في منهم بيقولوا انه اه المودي عم انه مسؤول. انا بي انا بيقول في بعض الموديعين مسؤولين اكيد. اه. وفيه البعض اللي عنده مبلغ صغير وبيتعاون مع بنك الحي وبيعرف المدير. هدا موضوع تاني. بس فيه الموديع كمان مسؤول. لانه بمكان ما فيه موديعين كبار. بيعرفوا الريسك طبع البلد والريسك طبع البنوك اللي وصل لالتريبل سي. انه فيه ريسك كبير ومشن هيك عم بياخدوا فواد عالي. وبمكان ما هن قبلنين بهالريسك وقت كان عم بيقبضوا اثنان او ثلاثة بالمية برات لبنان. بقى فيه مسؤولية هون. اكيد فيه مسؤولية كمان. اه ازا بدنا نحكي فيه مسؤولية كتير كبيرة على البنوك. نحنا كلنا بنعرف انه البنوك بيعملو لك هادي الكوميتي وقدن يدينوك مصاري. وبيفلوك بالالاف لاليه. نعم. وبياخدوا اه رهن وبياخدوا ما بعرف شو. بيضمنوا حالهم. كانوا عارفين كمان انه ريسك الدولة كتير كبير. اه. وابلوا بهالعملية. لانه صار فيه تنافس بيناتهم لا يقدروا يعلو الفويد. لا ياخدوا فويد عالي من مصر في لبنان. مصر في لبنان كمان انا عندي مأخد. انه اليوم نحنا على وقت الوزارة عنا اجوا اه من مصر في لبنان وقالوا لنا بتكون تعملوا عقد اقتراض. مم. مش هيك? وتبين نحنا من بعد ما استشارنا هايز الاستشارات انه نحنا ما قلنا حق نمضي. عقد استقراط. بقى هيدا بيضمضى بمجلس النواب. لو حكومات السابقة. مم. ما رح بعيد كتير. اللي قابلنا لو عملوا هالشي بالسابق ما كانوا قدروا يصرفوا كل هالمصريات اللي يصرفوها على الدعم بالشكل اللي انصرف فيه. مم. هون مصرف لبنان بيلعب دور. وكمان الدولة بحد زيتة ومجلس نيابي بيلعب دور. يعني احنا كنا كل سنة عم منطلع موازنة عم نصرف اكتر من معنا. يعني فازن المفروض يتحملوا المسئولية هن الجميع. الجميع. بنسب مختلفة. ايه. الدولة ومصرف لبنان. والمصارف. والمدعين. صح. يعني الساعتها بهالحالة بصير في ضمانة لاموال المدعين انه تضل محفوظة وترجع. اه. الضمانة الوحيدة. اه. وهيدي انا عندي اناعة فيها. كون انه المصريات غير موجودين اليوم. لنكون واضحين. المصريات غير موجودين. موجودين بالعالم الاستراضي. الضمانة الوحيدة انه يكون في خطة يكون فيها قيمة مضافة. غير يعني. يعني بدي يكون فيه مشاريع استثمارية. اه. طلع. تنتج مصاري ويكون مخصص المردود طبعا للمدعين. نعم. غير هيك بنكون عم نحلم. نعم. اه معا للوزير. الوضع الحكومي غير سليم. في اه وزراء مقاطعين. في اه اه طرف سياسة طويلة عريض بالبلد. اه اللي هو التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير السابق جبران بسيل. اه بده يحاكم رئيس الحكومة. بده يحاكم الحكومة. وعم بحاول يجمع ستة وعشرين توقيع نيابة لمحاكمة رئيس الحكومة امام المجلس الاعدى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبيقول انه هاي الحكومة مغتصبة الصلاحيات. هاي دي حكومة غير ميثقية. اه وتسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية. ومخالفة للطائف. وارتكابات وافعال وجرائم الى اخرها. حضرتك وزير بها الحكومة قد تتعرض للمحاكمة. شو بتقول اليوم? لهالطرف السياسية اللي بده يحاكمكن ومتهمكن يعني بكل هالافعال. اه لك لو هو هادا الواقع كان مظبوط هيك ما كان لازم الوزراء طبع الطيار يبعثوا مرسيم وقرارات لتقار من قبل هايدي الحكومة. ازا هي غير شرعية وغير قانونية وغير ما بعرف شو. اليوم انا موقفي معروف. اليوم انا بموقف بدي اخده من الناس. بهالبساطة. يعني ما 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 عم كبر حجم الخبرية كله سوا. انا من اول نهار جربت شوية ابتعد عن السياسة واشتغل لمصلحة الناس. وبعدني بنفس المنهجية. اليوم الوضع القائم هو مشكلة مش عند الوزارة ولا عند رئاس الوزارة. اليوم المشكلة بالدستور ما لاحظ انه فيه فراغ هالقد بده يطول. طيب هي بوقت بتكون حكومة تصريف اعمال شهر وشهران وثلاثة. بيكون الامور الضرورية والاساسية كتير قليلة. بس هلا اليوم نحنا بعد سنة ونص فينا نقول انه كل شي عم بيصير ضروري واساسي. يعني برأيك التيار الوطني الحر يقوم بكيدية سياسية تجاه حكومتكن وتجاه رئيس حكومتك? برجع بقول انا بالسياسة ما بدي فوت كتير. بس انت محسوب على طرف سياسي بالبلد. يعني انت وزير بتمثل طرف سياسي. مية بالمية. وانا بالنسبة الي بالنسبة انا عفكرة اه الوزير سلايمين فرنجيه سلايمين بيك. انا بكنله كتير 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 من الاحترام. وبقدر ما واقفه. بكفي بكفي اه انه انا وقت عملت وزير هو قبل انه انا يكون احكي باسمه قبل ما يتعرف علي. اه. شغلي بيعتبرها كتير كبيرة لانه هو عاطي كلمة. اه. وهون اكيد انا بقول انه اه انا اكيد اعتبر ضمن كتلة المرضة. اه. صحيح الشي. بس بنفس الوقت عندي نوع من الاستقلالية. بقدر انا اعطي رأيي وعطي رأيي ويكون وازن. بها الموضوع. طيب بها الاطار هل عم بغلت التيار الوطني الحربي حملته على الحكومة وعلى رئيس الحكومة? انا برأيي اه اه بمكان ما مصلحتنا ننشي شغل الناس. طب نمبر ون. نحنا اليوم شو وضعنا? نحنا اليوم بقولوا كلهم. انه استمرارية المرفق العام هو اولوية. حتى بالدستور. بقى نحنا هيدا اللي بنعرف نعم له اليوم. اذا في غيرنا مش عايش به هشي لازم يروحوا ينتخبوا رأي جمهورية. بها البساطة. طب اه يعني بس في اه اكتر من رأي يعني وكأنه غير التيار الوطني الحر. كمان القوات اللبنانية تنتقد اه بعض اه تصرفات الحكومة او اراراتها. وبتحكي عن موضوع الصلاحيات. البطريارك الماروني ايضا يقول انه عم سمت دايكا يعني قال انه اه متخوف من حكم دايكا. حضرتك وزير مسيحي بها الحكومة ازبنا نحكي يعني بها المنطلق. البطريارك بطريارك الموارنة عم بعم ينتقد هالامر هيدا. كمان غلطان البطريارك? مش ما ما عم فوت انا بمين مغلط ومين ما اوحق. انا عم بقيسها من منظار كيف بنا نقدر نخدم هالعالم. اه. اليوم اه بتصور حتى موقف سليمين بيك واضح انه بالنسبة للتعينات انه نحنا ما بقى بدنا تعينات نهائيا. اه وانا يمكن. شو بعد فيه تعينات ما غطى يعني غطى اه. في كتير ما تعطى. غطى تعيين للأساس اللي هو رئيس الاركان. هيدا اللي اه اوام لأيامي يعني. بس في كتير تعينات عم بنعرض نحنا كتير تعينات ولهلأ الموقف واضح انه هلأ ما في تعينات. اه. شو بتقول اليوم قبل ما انتهل لما لف وزارة الاتصالات واختم الحكي السياسي. شو بتقول اليوم لزملائك الوزراء المقاطعين. مشو شغل الناس. لش مش عم بمشو ما عم بيبعطولكن البنود اللي بده اقرار. ايه بس اليام اليام اه. في ازدواجية يعني بتصالوا خياتهم. اليام في في قصص يعني ما بعرف كيف عم بتصير الامور بس اليام باخر جلسة ذكرت انا ثلاثة قرارات لثلاث وزارة مختلفية. هكتور حجار وعبدالله ابو حبيب. وآآ آآ وزير العدل. وزير هانري خور ايه. آآ كان في عدد من الوزراء عندهم كتير اسئلة عن هالقرارات. وكنا حبين يكون في عنا استفسارات لنقدر ناخد الارار الصحيح. مم. واكيد اكيد كانت هونت الامور لو كان لو كانوا موجودين. كان في اقتراح كمان انه ازا عندهم ارار واحد يجوا هالقرار يعرضوا. وفلوا. اه. انه بس بالنتيجة. وحدا نقللوا هالاقتراح. اكيد. ايه وما قبلوا. ما بعرفش الجواب. نعم. مش عنا نقلته. ما ابو ملحم انت ليش ما بتنقلوا. مرتش. نعمين اصحاب انت منهم. مع الكل. كلهم? الحمد لله. اكتر حدمي. الحمد لله. اكلهم. انا اصحاب مع الكل. مع الوزير. خليني انتقل معك لملف الاتصالات. دي واحد ادار. دخل حيز التنفيذ. قرار وقف الانترنت غير الشرعي. وهيدا الملف موجود اه على اه وزارتك بتقرير من دوان المحاسبة صادر بشهر احد عشر من العام الفين وواحدة وعشرين. يعني من سنتين واربعة الشهر. بداية القرار يلي دخل حيز التنفيذ من يومين. شو هو تحديدا انت نشرح للناس. ونشرح لا اصحاب هالانترنت غير الشرعي. اي اه لنكون دقيقين مش وقف الانترنت غير الشرعي. بس تنفيذ. قونا نيت. تنفيذ المرسوم اللي طلع بشهر اه ستة لالفين واثنين وعشرين. اه بضمن مرسوم التعرفة البند رقم اربعة الفقرة ستة عسبتعش. او نيت. اللي نحنا حطيناها على ايامي يعني. حطينا هيدا المرسوم اللي هو اللي قونا نيت. اه او تنظيم هالقطاع اللي هو غير منظم. اه اليوم شو صار من وقت له هلا. بس لا استعرض الفكرة عموما. قبل كل شي بدي بليش بشو الهدف منه. الهدف حماية المستهلك. الهدف منه حماية المشترك. هدف منه توقيف الاحتكار بمناطق. فيه احتكار. فيه اسعار في التاني. هيدا الهدف الاساسي. كيف? من خلال شو? الانون مية وستة وعشرين. الانون الوحيد اللي عندنا يا بوزارة الاتصالات. مية وستة وعشرين مية وسبعة وعشرين اللي هني بعدهم من سنة التسعة وخمسين. بقولوا انه القطاع كله للدولة. نعم. اوكي? السلكي ولا سلكي. بقى اليوم اللي صار من سنة الالفان واربطعش. مهم. لحين ما طلع آآ تقرير ديوان المحاسبة بالالفان وواحد وعشرين. صار فيه ظاهرة. بما كان ما آآ كانت الدولة شوية آآ مأسرة. ومتل ما منعرف انه اليوم بس يصير فيه فراغ بيجي حدا بيعب الفراغ ما بيضل فيه فراغ. مهم. اجوا ناس ومدوا شبكات ووصلوا لأحيا كانت الدولة ما كانت تواصل عليهم. قادرة وصل. نعم. وبلشتها الظاهرة. وسيسروا امور العالم. يعني آآ تحسب لألون انه عبوا الفراغ يالي الدولة ما كانت قادرة تعبية. ايه ما ما بيمنع انه كان فينا نعبية بطريق نعب الفراغ بطريق منظم. تعبى بطريق غير منظم. يعني الدولة ما بيطلع لشي من كل هالقطاع هيدا اللي هو كبير. عم نحكي عن يمكن سبعمائة الف مشترك. آآ اللي هو والتلتان بتلت. يعني التلتان الدولة ما عم تتعاد عليهم شي والتلت ما عم تتعاد عليهم. بقى شو كانت الفكرة الاساسية. الفكرة الاساسية هي هيدا العملية شبيهة بموضوع الموتورات شوية. مهم. يعني الموتور الحي فيه احتكار. مهم. وبتعرف انت كل المواطنين بيتخنقوا مع صاحب الموتور وبيغلي الموتور وبيقولهم بقطع لكون وإلى آخر. صايرة شوية نفس الشي عنا نحنا بالاتصالات. مهم. نحنا الفكرة الاساسية انه هيدا اللي مد هالشبكة. بدو يجي بدو يوصل هيدا عم بحكي بالعامية. بدو يوصل هيدا الشبكة بشبكة وزارة الاتصالات. عندها شو بيصير? بيصير مشترك بضيعة بغسطة. مهم. بيقدر ياخد من واحد بغير مطرح. بالجنوب. بالشمال. نعم. بقى آآ اليوم وقتها بيفتح تفتح كل هالشبكة على بعضها. بيصير في تنافس عليها. واقله بيصير هالمواطن بحق له ياخد بسعر الدول. تعال. آآ بس بدي تفسرلي عمليا يعني ابتداءا من اول مبارح. هالاشخاص اللي عندن عم بيعطوا انترنت للناس. اللي هني تحت مسمى الانترنت غير الشرعي. يلي مش مقونا او مش منظم. هولي الجماعة ابتداءا من اول مبارح. شو حيصير معن او شو رح يصير فين. آآآ ببساطة اليوم من بعد ما نحنا عملنا المرسوم. وعملنا لجنة لمتابعة الموضوع. وعملنا اليت تنفيذ. الية ما كان في الية. آآ ومن بعد ما حطينا تكليف. يعني آآ هلأ اللي بدو يسير هلأ هالشهر بآخر الشهر بدو يطلع تكليف. شو التكليف? هي الفكرة التالي. انو كنا نحنا ناطرين لهالناس يجوا. وعملنا لهم بالمرسوم. اللي لهم ما بدنا نحنا نستخدم القوة. بدنا نلاقي شي طريقة بيننا وبينكم. نص عائل نص مجنون. انو نحنا بنعمل كونترا صيانة. نعمل معكم كونترا صيانة. انتو بتكملوا تصونوا هالشبكة هايدي. وبيطلع لكون تلاتين بالمية من الرسم. اه. دي عم تتقضوا. ونحنا بندفع لكون تلاتين بالمية. وسبعين بالمية للدولة يعني. وسبعين بالمية للدولة. لا بيضل في هو هو التعرفة تقريبا مقصة من نص للدولة ونص للقطاع الخاص. لانو في الشركة اللي بتعطيهم انترنت كمان. بس الموضوع كان التالي انو نطرنا 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 ما اجوا. اليوم شو القرار اللي بدو يسير حيز التنفيز. بدنا نكلف كلهم. بدنا نكلفهم كلهم. بخمسمية وخمسين الف. ونقلوا بالطاولة شوي. ليش? هني عندهم مصلح اي. شو خمسمية وخمسين الف عن عن كل مشترك. اللي هي خدمة. خمسمية وخمسين الف. ليرة لبنان. ليرة لبنان. عن كل مشترك. كل اداي. بتشاهد. اوكي. خمسمية وخمسين الف عن كل مشترك شهريا. صحيح. يعني ازا انا عندي اه شبكة انترنت عن عن بعض العالم. بيجي لعندك على الوزارة. بقل لك انه انا في عندي ميت مشترك. يعني لازم بالشهر ادفع على الوزارة مية ضرب خمسمية وخمسين الف. هلأ عمليا. هادي هي. اني عم جارب بسطة تلو الناس يفهمو. عمليا شركة الانترنت. اي. اللي بده تدفع الخمسمية وخمسين. والموزع البلحي بالضيق برض تلاتمية وتلاتين الف عن كل مشترك. هيك بده تصير العملية. اوكي. طب عم بقول انا انه علبنا الطاولة. مم. بما انه كلفنا الخمسمية وخمسين الف. مم. صار فيه مصلحة يقبضوا تلاتمية وتلاتين الف ويتعاقدوا مع الدولة. اوكي. هادي اللي تغيرت عمليا. هل صار فيه هل صار فيه تجاوب? يعني اه بيّن انه فيه تجاوب معين من قبل هالاصحاب هالا انترنت? اكيد نحنا وصلنا بمرحلة حاسس انه اه يعني عمليا رح يجبار التجاوب. قديش نسبة التجاوب عم بتكون. هلأ في. هني متل ما بعرف فيه حوالة ستمائة الف مشترك. اه من خلال هالشبكات. ما هيك? نعم. انا اجتمعت اه عملت عدة اجتماعات مع اه موزعين بالحي. عدة اجتماعات. ويتكتلن بمكان ما انه اللي عم براهن انه انا رح فل قريبا وراح ننسى المرسوم وكذا. كدنا عم باكدلن. لانه ما هيكة فيه خرق بالملف الرئاسي. كدت عم باكدلن انه انا موجود. وانه هيدا المشروع مهم كتير بالنسبة الي. وبيدي تتابعو للاخر. وبتصور بمكان ما صار فيه اناعة انه هيدا المرسوم بدنا نطبقه. وهايدي كان اهم خطوة. كمان من عبر اه من خلالك حابي بوسي المساج اه لكل هيدول الناس. لانه كان في عندهم نخاف كتير كبير هني. انه عم تجو وعم تاخدو لنا شباكاتنا وعم تعملو وعم تشيلو وعم تحطو. عمليا عمليا نحنا اللي عم نقوله. وكمان كان المرسوم بقول انه منحيل على القضاء. وفسرت لهم بطريقة كتير مبسطة كل اللي قعدت انا وياهن. انه اليوم نحنا مننلعب دور المخفر. لما بروح واحد متهم على المخفر. بياخدو تقريرو. بيتصل بالمدعي العام. شك. بيقلو انه هيدا زلمي عم بيتعاون معنا الى اخره كزا هيدا. بيعطي افادة كويسة وبهونولو الامور بيعطو فترة. بعملو بعملو اخلاص سبيل. مسلا. ايه. انت بدك ان يجو هيك. انا بدي انا. مش يروح المخفر يجيبوه. كمان كانوا عطلانين هم شغلة تانية. اه ومحقين فيها انه تبن احنا استثمرنا مصاري. حطينا مصاري بهالشمنة. وين بدي تروح المصاري هايدي? نعم. اه بكل وضوح وبكل صراحة. نحنا هيدا مسكور انه اليوم نحنا من بعد ما يجو يمضو محضر الضبط. يعطونا الخرايط. نضبط نحنا الشبكة. بدنا نحيل هالملف كله على القضاء المختص. نكون واضحين. نحنا ما قلنا حق. كوزارة اتصالية يتمبط بملكية الشبكة. مم. يعني انا ما بقدر ارر ازا هالزلمة بيطلع له تعويض. او لا. او بيطلع له غرامة. طيب بس انت عم بتفوتهم يعني بدك يجوا باجريهم لعندك. وتبعتهم على القضاء. اه الحل التاني ازا ما اجوا. اه شو بتعمل? هوني عم بأكد للكل اللي ما اجا رحيله على عند رئيس علي ابراهيم. انا منسق معه تماما بالنسبة لهالموضوع. اه شو? يعني يعني ايه اما بيروحوا القضاء المختص لا يشوفوا ازا بيطلع لهم تعويض ولا غرامة. ام. يعني ما بيروحوا اه ازا بدك مع توصيع عطلة. طيب بس شو بيعمل معهم يعني القاضي علي ابراهيم شو يعني بتسكرولهم هيدا الانترنت يعني لانه لانه اخدين من شبكة. القضاء عنده كل الصلاحية. ايه. عنده صلاحية بالقوة نوصل الانترنت تبعيتهم على انترنت الدولة. عنده كل الصلاحية. كيف? يعني. يعني انا عم بجرب بسطة. انا انا بدي بسطة انه ازا في ناس مشتركين افطرد انه في حدا احلته احلته ملفه للقضاء. اوكي? والقضاء اخد قرار بتوقف هالهالهالهالشبكة او هالشركة. طب في مستخدمين يعني في ناس. في حدا تاني بيقدرين خدق. في ناس مشتركين معه. هلأ صارت تليل الاشغال والاعمال على الانترنت بتسير. يعني بكون ضروا الناس. لا. يعني ازا وقفتوا هالشبكة في الاف المشتركين فيها. رح تتعطل مصالحهم. لا. شو بيصير? شو بيصير مصيرهم? خليني اكون وار. اه. بدي وضع. اول شيء اول شيء في خيارات. اه. في خيارات. الخيار انه هيدا الشبكة بدل ما يجي ديرها هيدا الزلمة. ممكن القضاء بياخد قرار انه نوصلها بشبكتنا. اه. ويصير حدا تاني عم بيديرها. بهالبساطة. وعملية الوصل تلقائيا بتصير ما بتاخد وقت. هاي بالمبدأ هيني منا صعبة. بس انا كمان بدي اسأل سؤال تاني. اه. بتعرف انا تلميذ اه جمهور. اه. لابا الياسوعيين عالطول بيسألوا بيجيبوا ع سؤال بسؤال تاني. اه. السؤال التاني هو بكل بساطة. انه طيب ازا احنا ما عملنا شيء. اه. ما عملنا شيء ما ادخلنا. وطلع ابي له هيدا بكرة موزع الحي. يزيد على المواطن. اه. يقول له انا بدي زيد لعليك عشرة دولار. شو بيكون موقفنا? وشو فينا نعمل له? طيب ما عليك. بديك تكون صريح معي. انت قادر توقف بوجهن لهالناس. يعني. اه. بلبنان في محميات سياسية. في اه. وبعتزل عن تسمي مافيات. مش عم نقول اه عند بها الانترنت يعني بكل المجالات بيقول لك في مافيات ومحميات سياسية والى اخر هي. شو بيضمن لك تقدر تنجح? شو بيضمن لك تقدر توقف بوجهن? بالوقت يلي سنين ما رأيته فيه وزراء قبلك مرأه ووزارات والى اخرية وما حدا قدر آآ يشرع هذا القطاع. يعني ليش هالقد تأخر حتى يتاخذ قرار بهالموضوع? ومين بيضمن انك تقدر تنجح وتقلع معهم? انا متصراحة متسلح بضميري ومتسلح بعزيمتي. مش متسلح بحدا. ابدا. انا عندي اناعة انه هيدا الصح. والصح بيضل صح والغلط بيضل غلط. انا عندي اناعة بمكان ما انه كرمال هالدولة هالشي لازم يصير. وكرمال المواطن والمشترك هالشي لازم يصير. لانه ما بيقدر انا اتركه للمواطن تحت آآ رحمة شخص مستبد فيه. هل هل امنت غطاء سياسة? يعني طبعا يعني في في بعض المفاتيح السياسية اللي ورا هالناس. هل توصلت مع الاطراف السياسية? اكيد انا متواصل مع الكل. اه. انا متواصل مع الكل. شو كانت الرأي شو كان رأي الاطراف السياسيين يلي بينوا ازدوجين ممكن يكونوا آآ حاميين هالناس. هو المبدأ صح. خلينا نطلق من هالنقطة. هو المبدأ صح. وقته بتواصل انا وكل السياسيين. ما حدا بيقلي المبدأ غلط. بس عند التنفيذ بغطوك وانا. هون العبرة. العبرة بنا نشوف عند التنفيذ. ناطر. بس كله نعاله ايه? فيما لو نجحت هذه الحملة او هذا التدبير او هذا القرار. قديش بتوفر او قديش بتطلع مدخول للدولة من خلال آآ هذا الامر تقديريا بالسنة. آآ ستين مليون دولار اذا بدي كب رقم هيك. اهآ يعني اذا هالقرار نجح ودخل حيز التنفيذ وضبط موضوع الانترنت غير الشرعي. بتزيد على خزينة الدولة ستين مليون دولار سنويا. صح. شغلة مليحة يعني. اكيد. خليني انقل لك وقت اللي آآ آآ بلشنا بالاعلان الترويج للحلقة وعارفوا الناس انك معنا وما نحكي عن الانترنت. اصحاب شبكات الانترنت كان فيها العديد من الاتصالات اللي وردتني. بيقولولك انه نحنا مش اصحاب شبكات غير شرعية. نحنا انشأنا شبكات لتغطية الفراغ. يلي الدولة ما قدرة تتعبيه. هاي دي بداية طبعا. ومعالي الوزير بدو يحولنا على القضاء الجزائي ودفعنا غرامات ومخالفات وكفالة وضبط شبكات ومصادرتها. يعني بدو يقطع برزقة الوف العائلات. وما يزيد عن عشر تلاف عائلة عم تسترزق من وراها القطاع. شو جوابك? بعتقد جوابت انا. اول شي ما راح نحيلهم على القضاء الجزائي. ازا هني متعاونين معنا. راح يروحوا على القضاء المختص العادي. ليبت بملكية الشبكة. ازا هني بيطلع لهم تعويض ولا بيطلع لهم غرامة. كنت واضح انا بخصوص الموضوع. وانا قلت انه لأ نحنا ما عم نيجي نقطع برزتهم. عم منقلهم تعوه. خلينا نمضي كونتراسيانة نحنا وياكم. شاك على ثلاث سنوات. اكيد يمكن بعدين بيكون قابل للتجديد او اللي هو. بس نحنا عم نجي ننظم هالقطاع. وعم نجي نحمل مستهلك اهم شي. كابوا ما تجاوبوا معكم يعني لما قلتولوا نتعونا عمل هيك. لكن احنا هلأ بالمبدأ في يقول انا في عندي تسعة وخمسين شركة من اصل مية وست شركات. اه عطونا تجاوبوا معنا وعطونا معلومات عن كل اله. اه. لا هلأ. يعني في في اه شو اسمه وبتصور هالجمعة رح تكون حافلة. اه. ان شاء الله بيكون عنا اه اطلالات اعلامية هالجمعة من من يعني كل الناس اللي بدون. بشكل ايجابي. اي. هني بس اه يعني عم بقولوا انه عرضوا يستحصلوا على ترخيص وانتوا ما تجوابتوا معهم. يعني ما قبلتوا تعطوهن رخصة. اكيد. ليه? ليه ما بتعطوهن ترخيص? لا لا هني عم بيحكوا عن تطر رخصة اي س بي. رخصة اي س بي. نحنا عنا هلأ بعدنا يذكر انا عنا مية وستة اي س بي بالبلد. نحنا ببلد لازم يكون عنا عشرة خمسة عشر اي س بي. اه. اليوم ازا بدك تطبع نظام عالمي. اه. بدك تلحق المعايير العالمي اللي موجودة بالعالم. نحنا بس لوضح نحنا شغلي. نحنا ازا منا نطبق هالانون اربعمية واحدة وثلاثين اللي كل مرة بيحكي فيه انا. اللي هو طلع بالالفين واثنين وبعد لهلأ ما تطبق. نعم. ازا منا نطبق هالانون هالانون بيحكي عن. اه. وبيحكي قيمة هي بعدد المشتركين اللي عندها. هي بوجودة على الارض. وقتها انت عطيت كل شي شو قيمتها يعني بما كان ما اتنزلت عن كل شي. طب بس هو السؤال انه الحل الاسهل انه ليش اوجيرو ما بتقدر تأمن الانترنت لكل المشتركين وساعتها ما بعود المواطن بحاجة لا يتعامل مع شركات انترنت شرعية او غير شرعية. بصير فيه مصدر. مش ضروري. ليش اوجيرو ما عندها ما عندها الادرة انه تأمن هالخدمة. طيب بس هون هون النقطة قبل كل شي المصريات غير متوفرة. هلنكون واضحين يعني اليوم نحنا بالتطوير شبكي. لنحكي بس هيكي عن اوجيرو. اليوم نحنا رحنا اه عملنا تعديل تعريفة. ومندخل بين تسرتعاش وعشرين الف مليار بالسنة. طلبنا موازنة اتنعشر الف مليار. اللي هي سبع تلاف صيانة واستثمار وسبع تلاف وخمسمية واربع تلاف وخمسمية معاشات. يعطونا كلهم عبعضهم خمس تلاف وستمية. واصلا اصلا يعني. لأ بس خليني اقولها النقطة لانه مهمة. عطونا خمس تلاف وستمية بينتهم الف وميتان للمعاشات. نحنا عنا ندفع معاشات هلأ. شهر اتنان ندفعوا. شهر ثلاثة باخر وعنا مشكل. مم. لنكون واضحين. ايه. بقى اليوم. خدوا من احتياط الموازنة. مية بالمية. ما كل بترجع بتكفي. مية بالمية. ما هاجي احتياط الموازنة لها الاشياء. يلي موجودة. فكي بدأت للاشياء المستجدة زيادة ترويها دي. عم برجعك للأول. بس يعني اصلا شبكة الانترنت طبع اجاره بطيقة. مش هناك الناس عم تلجأ للانترنت التاني الخاص. يعني كمان بدأ شبكة بدأ. ما بعتقد هالشي. ما بعتقد هالشي كتير دقيق. بس انا اللي بدي اقوله انه نحنا نحنا بالعكس انا توجهة انا جاي من القطاع الخاص. وتوجهة مع القطاع الخاص. مم. يعني انا بهالمرحلة هيدي الاساسية انا بدي اتكل على القطاع الخاص. لا قدر حارب. الغير منظم والغير شرعي. نعم. بدي احكي بالسريع يعني بالدقايق القليل الموجودة عندنا. بملف البريد عم بتحضر مزايدة رابعة. نعم. يعني مش عم تخلص المزايدات. شو ليش هالمشكلة عم بتضل? يعني شو المزايد الرابعة هلأ? وشو رح بيصير يعني? ويبدو انه رجع الوقام والسلام بينك وبين الهيئات الرقابية. مبروك. بالنتيجة كل شي في خير البلد. انا بسأله كل يوم. اليوم موضوع البريد. موضوع حساس وموضوع دقيق. وانا قلت عدة مرات ما كنت حابب انه يتجدد للي بانبوس. بها البساطة. وقلت عدة مرات انه هالكونترال اللي موجود مشحف بحق الدولة. بمجرد ما نعمل بالسبعة وتسعين. وكل التعديلات اللي صارت عليه من السبعة وتسعين. وطالع. اجيت مشحفة بحق الدولة. لما استعمل غير كلمة. اليوم نجبرت من بعد تلت مزيدة. انه نمدي طلع ارار مجلس وزراء. انه هايدا من ضل نعمل فيها الكونترال لحين طلعت المزيدة الرابعة. مزيدة الرابعة عندي مشكل فيها. مزيدة الاولي والتاني والتالتين عملت باللحم الحي. من دون اي انفاق من الوزارة. وبالمواصفين الموجودين وبمساعدة بعض الشركات. درنا وصلنا للنتيجة اللي وصلنا له. اليوم المشكلة الكبيرة اللي عندي اياها بالآ مزيدة الرابعة. انه اليوم انا بدي عندي بدي اعمل دفتر شروط. اه. لا اعمل دراسة جدوى. طيب دفتر شروط. عندي شخصين عم بيشتغلوا انا بالوزارة البريد. مديرين البريد. كيف كنت حلوها هاي? بدنا 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 نحلها. لازم نحلها. عمليا بدنا نجرب نستعين بحدا. نعم. اكيد. نعم. نرجع من بعدها. ما فيه بالموازنة كمان بنا نرجع للاحتياط. اه. ما فيه بالموازنة مشان لنعمل دراسة جدوى. بدنا نعمل مناقصة. نعم. هالموازنة هاي دي غير متوفرة. نعم. وبس بد للتسكير بس فقط. انه بسنة السبعة وتسعين وقتا عملوا دراسة جدوى اللي بقى قبل ما يلزموه اللي بانبوس كلفت اربع مليون دولار. نحنا عم نحكي ازا حتى لو ميتان تلتمية الف دولار مش قادرين نقمنه. طيب خليني ارجع بس اه قبل ما اختم معك بموضوع ستارلينج. يعني بدي ارجع لانه اه يعني الوفر او المدخول للدولة شي مهم يعني. وقت لقلتلي انه ستين مليون دولار اه بيطلع فيه مدخول لخزينة الدولة من خلال شركات الانترنت غير الشرعي فيما لو تقوننت. يعني معناتها ازا بدنا نعمل عملية حسبة بسيطة يعني على مدى عشر سنين تقريبا في عنا مليار دولار فينا نقمن لخزينة الدولة. هاي دي يعني قديش فيه الى مردود اجابة على وضع البلد على وضع الخزينة وعلى الوضع المالي والاقتصادي وعلى كل هاي دي الامور صح ولا لا? مية مية. اي. بس هون يعني بالخلاصة فيها نعتبر انه على مدى كل السنين اللي ما رأيت هالشركات الانترنت عم بتبيع انترنت للمواطن وما عم تدفع ولا ليرة للدولة? اه مش كتير ده دقيق الكلام لانه نحن الحنفية عنا. ايه. والداتا بتطلع من عنا يعني نحنا اللي ما عم نقبضه هو رسم الاشتراك لكل مشترك اللي هو عادة منتكل عليه لنحنا لنقدر نعمل صيانة. هاي دا اللي ما عم نقبضه. في شي اسمه الدياتا الاي وان هاي دا عم نقبضه. في شي اسمه عن كل مشترك لازم نقبض نحنا بتستريم هاي دا ما عم نقبضه. مم. يعني يعني ما عم بيدفعوا ضرائب اه للدولة. فحي. يعني عم بياخدوا الاشتراك من المواطن بس ما عم بيدفعوا ضريب للدولة. وعم بيبيعوه اغلى من الدولة. وعم بيبيعوه اغلى من الدولة. فح. وعم بيروحوا على الدولة سنويا ستين مليون دولار. وهاي دي على مدى كم سنة صارت? يمكن بلشوا بالالفان واربطعش. يعني عشر سنين. يعني في مليار دولار رايحين على الدولة. من خلال هالاشي هاي دي. اه يعني لسوء الحظ مشين هيك برجع بقول انا عندي اناعة انه هيدا الملف غير ما حدا ييجي اه يوقفني يوقف بوجدي ويقل لي خلاص بوقف هالمشروع هيدا. وبطلع بعلن انه انا عجزت لانه انا مشبور كمل لاخر دي يا فيك. يعني فيما لو تعثر تطبيق هذا الملف انت على استعداد تطلع وتقلنا انه فلان وفلان او هجها او هال هاي ده الطرف. اكيد. هو هو اللي وقف بوجي وعرقل لي. اكيد. هيدا وعد. اكيد. اوكي. بالختام مع علي الوزير. ستارلينك. اه يعني في اشكاليات اه امنية وسياسية وشو اه وتقنية وراه ولا كيف? شو يعني شو وضع ستارلينك هلا? لك ستارلينك انا برأيه متواضع. اه عاجلا ام اجلا بالنتجة على البلد. ما في مهرب. يعني متل voice over IP بالنتجة. وستارلينك بمكان ما فيها اذا بدك جدوى اقتصادية وفيها مدخيل كتير كبيرة للدولة. لانه نحن قدرنا حصلنا على شي اسمه حصرية التمثيل. يعني ما حدا بيشترك بستارلينك الا ما يمرق من خلال وزارة الاتصالات. اليوم عم نشتغل على هالموضوع. في بعض الموضوع الامني بده تدوير زوية. مه. انما الموضوع الاقتصادي اكيد فيه جدوى اقتصادية وفيه مرابح كتير كبيرة. مه. واليوم انا قلت على طولة مجلس وزارة انه نحنا ما فينا نحارب التطور. بالعكس. مه. نحنا واجباتنا نلاقي طريقة نتكيف مع التطور. هيدا كله واضح ومفهوم بس الجانب الامني دقيق. يعني ازا من من قبل حرب غزة وكان الجانب الامني فيه اه اشكالية. فكيف هلأ? يعني هل يعني هل فينا نكون واقعيين ونقول انه ستارلينك هلأ ملف محضوط على الرفس الى حين جلاء وضع معين? اه لك صراحة ما انه هل قدي بعيد. يعني انا وقت اخدت موافقة من الامنيين. اه صار فيه اجتماع عندنا بالوزارة وكانوا موجودين ومضيوا على المحضر الاجتماع انه في موافقة على تجربة فترة ثلاثة شهر. اه. خلال هالفترة ثلاثة شهر كنا رح. هاي دي امتى الموافقة كانت? هاي دي هاي الموافقة ان رفضت بمجلس وزراء وقتها. اه. هاي دي اللي عم بحكي عنه. اوك. بس هاي دي فيه الموافقة خلال هالثلاثة شهر كنا بالاتفاق مع ستارلينك. اه. انه هني بهالفترة الثلاثة شهر بيعطونا كل المعلومات. بس شو عادت خربت? يدويا. شو عادت خربت بشو? تخربت لانه سائبة انه نحنا هاي دولة المية وخمسين جهاز كانوا رح يكونوا هبا. من شركة. والاشتراك طبعة ثلاثة شهر كان رح يكون هبا من شركة. وكان فيه علامات استفهام من بعض الوزراء انه منيها الشركة هاي دي. بقى انا ما بهمني الشركة. انا بهمني الفكرة. بس ايه? بس. انه نعمل هالفترة التجربة ثلاثة شهر. بس كمان مش مهم الشركة مين? لانه فيها يعني فيها قصة دقيقة يعني ما يكون فيه آآ معلومات معينة وقصص مرتبطة ارتباطات الى علاقة بالوضع بالمحاذير الامنية يعني خاصة بها المرحلة. اكيد بس نحنا تخطينيها هاي دي لانه نحنا عمل لك الامنيين كان في موافقة. واليوم وقت اللي نحنا منستلم هاليوم هل مازالت الموافقة قائمة? اليوم وقت نحنا نستلم هالاجهزة هاي دي ونحنا منقرر وين منها نحطها ونحنا منقرر وين وكله بالاتفاق مع الاجهزة الامنية. وهن عم بياخدوا كل الداتة اللي بدون اياها ليعملوا هالفترة التجربة ثلاثة شهر ويتفقوا على صيغة نهائية هن وستارلينك. كيف بده تكون الصيغة النهائية? لازم نبلش بشي مطرح. نعم. انا بتشكرك وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم على هذه الاطلال الليلة. اهلا وسهلا فيك. شكرا للمشاهدين. يا هلا. مشاهديننا مباشرة بعد الفاصل الاعلاني. استقبل. الخبير الاقتصادي انتوان فرح. عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال. والعميد المتقاعد اندريء ابو معشر. لنحكي عن زيادة رواتب القطاع العام. وموضوع العسكريين المتقاعدين. اشكاليات هذه الزيادة بين القبول والرفض. والموضوع المتعلق بالموازنة بالوضع المالي والنقد بالبلد مباشرة بعد هذا الفاصل. زيادة زيادة الرواتب اشكاليات الموازنة والمصارف في هذا المحور من حلقة الليلة. استقبل الخبير الاقتصادي انتوان فرح. عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحال. والعميد المتقاعد اندريء ابو معشر. استاذ انتوان مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. عميد مساء الخير. واستاذ نحال اهلا وسهلا فيك. طبعا في هذا الاطار بدي ابدأ من الموضوع. اقرار الحوافز او الزيادات. العسكريين بالخدمة الفعلية بيحصلوا على تلات رواتب اضافية. اه بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه تسعة رواتب شهريا. المتقاعدون عسكريين ومدنيين ايضا تلات رواتب اضافية وبيصيروا بيقبضوا تسعة. ضباد المتقاعدين ايضا اللي بيتوجب عليه واندفع بدل سائق تعويض مقطوع قدروا خمس ملايين ليرة. المهم بالخلاصة اه بيسير اه اقل معاش يتقاضاه موظف الدولي هو حوالى تلاتمية وخمسين دولار واقصى معاش الف ومتين دولار. اذا بين تلاتمية وخمسين دولار وبين الالف ومتين دولار. استاذ انتوان فرح شو تعليقك وشو رأيك بما قررته الحكومة. نعم بالبداية مساء الخير. قليني اقول اولا انه في عندي عنوانين اساسيين لهيدا الموضوع. قبل ما نفوط على التفاصيل للي ممكن الشباب يعرفوا فيه اكتر من. العنوان الاول انه عم نرجع نكرر عملية مش سلسلة ترتب والرواتب. عملية السياسة الدائمة للي هي سياسة الغموض. يعني الدولة. ما بتعرف بالاخر قدي الارقام النهائية لعي زيادة عم تعملها. وما بتعرف حتى اعداد الموظفين لديها ازا بده نحسب المؤسسات العامة والمتعاقدين. والأجراء اليوميين وكل هالأمور هايدي. بتلاقي بالاخر انه الدولة ممكن تكون رايحة على مطرح على اساس هيدا الرقم. بتلاقيها بالاخر بتوصل برقم تاني متل ما صار فينا بالسلسلة ترتب والروات. هيدا العنوان الاول. العنوان التاني الاساسي. بدي اقوله انه الاضرار زا بدك لحتوقها. سواء عملنا الزيادة او ما عملنا الزيادة. وبالحالتين عندنا مشكلة كتير wy منا قطاع عام مشلول. نعم. وبالتالي عندنا اقتصاد مشلول. لان ان تبتعرف حضرتك انه دولتنا دولة مركزية. وبالتالي باللت العام ما عنا مع نا اقتصاد ما عنا قطاع خاص يمشي حتى. وبعد نوصلنا على على الشق العسكري والامني اللي هو حيوي اكتر طبعا. مم. وبالتالي الدولة ما بتمشي. وازا عملت الزيادات متل ملازم او لحتى تتأمن الحد الادنى لحتى هالموزف يقدر يوصل على وظيفته ويعيش عندك مشكلة عندك مشكلة بحجم هالدولة للي صار لأربعة وعفكرة نحن اليوم بالذكرى الرابع على اعلان التوقف عن الدفع تقريبا بآدار الفين وعشرين هاي دي الدولة صار لأربعة سنين ترك الوضع متل ما هو وشان هيك بصلت لمطرح شو ما عملت عندك ضرر عنا عطيتهم زيادات عندك ضرر ومعطيتهم عندك ضرر طيب موضوع تأمين هذه الزيادات يعني كان عم بيقول وزير الاتصالات انه في احتياطي الموازنة يعني فيوني امنوا الزيادة بالرواتب من احتياطي الموازنة اخرين بيقولوا لك انه هاي دي الزيادة آآ راح بتحتم يا اما بالاخر يطلبوا من مصر في لبنان طاعة غطينا وبتصير من اموال المدعين او ما تبقى منها شوي او طبع لي رات ويالي هي مش مغطاية يعني بتزيد الافلاس سيد جورش بك برأيك بشوك اساس المشكلة هي انه انت اليوم الرقم اللي يعطيناك هي تقريبة على هاي دي الزيادة بتعني انه تقريباً خمسين بالمية من حجم موازنتك لحيروح رواتب لقطاعها ونحن بنعرف انه وقت كنا قبل الازمة ولما وصلت هاي دي هاي دي النسبة لخمسة وثلاثين وقربت على الاربعين صار في صرخة وقالوا لنا خلص يعني المؤسسات الدولية شايفوا انه البلد رايح الانيار ووحدة من المؤشرات كانت هاي اليوم انت عم ترجع تطلع الخمسين بالمية. وهي دي المشكلة وبرجع بقلك انه المشكلة انه انت اذا نزلت عن هاي دي النسبة. مشكلة. بدك تحرم الشباب. واذا طلعت فوق منها روحت. طيب وين الحل? شو ما نعمل? بدك تعمل الخطة اللي انت بك تطلع منها يعني مش ما اقولكم من اربع سنين الدولة. وما فيها. ايه دي عم تتفرج? دولة مفلسة. ما بتعمل هيكل لديونها. لا بتعمل اتفاق مع صندوق النقد. لا بتعمل خطة متى ما عملتها الخطة الاخيرة بتحطها بتصحبها بتحطها بتصحبها. واعدي ناطرة. يعني طبيعي انه احنا بدنا نصير شعب. طب بيقول لك انه اللي ما عم بيعمل وجباته هو مجلس النواب. مش عم بيقرر الاوانين الاصلاحية. هاي بتقول لك الحكم. انا بقول انه الدولة كلها ما بقول دولة بين هلين. ايه. بقول هادي سلطة الشرعية والتشريعية والتنفيزية. كان عم بيقول وزير الاتصالات قبل ما يمشي قال لي انه نسي يقول شغلة انه آآ هن بالوزارة عندهم من خلال اموال خلوة يعني حولوا ميتين واربعين مليون دولار السنة للخزينة. فهال ميتين واربعين مليون دولار يبدو انه رح يستخدمون لتغطية آآ زيادات الرواتب. هي المشكلة يا سي جورج انه انت ما معقولي بالاخر بتكون عم بتنبش كل الاراداتك لتغطي الرواتب. ما انت بتعرف وين بتكون سرط يعني بهدي الحال يعني نحنا حتبر فينا ندبرون. بس عنا مشكلة هدا الموضوع. وبالمناسبة كمان يمكن تروح على على سعر صرف اغلى اكيد لان يمكن كمان يصير في ضغط. لان انت اليوم باش بتكون الكتلة النقدية بالليرة بالتداول. للي عملها الاستاذ واسيم منصوري لحطة يعمل استقرار بسعر الصرف. عد السعر. ما بتصير خمسين تريليون هلأ بالله ادي. ما فيك بقى تعمل انت الرواتب ازا بدك بحجم مية وثلاثة وعشرين تريليون. وتقدر هايدي الكتلة بالدوران طبعولها تكفي. يعني يمكن باك تضطر تكبرها يعني تكبرها لانه صار متطلبات اكبر. بتكبرها من خلال زيادة سعر يعني. لا من خلال من خلال تكبير حجم كتلة الليرة بالتداول. ايه. وهيدا لما بتصير الليرة بالتداول اكتر. بصير في ضغط على الدولار. على كل يم مش مشكلة كبيرة. يعني بيغلى يعني بيرتفع سعر الدولار. يعني بصير في ضغط على على الليرة. اوكي. ممكن الدولار يطلع. مش ضروري يطلع بس ممكن يطلع. بس بالمناسبة لازم نقول انه نحنا كمان لازم ان نشخصن هذا الموضوع. بمعنى انه ازا انت بالاخر ماسك اللعب منيح. مم. وفيك تعمل سعر صرف. فليكسيب الاكتر. تقول انا والله اليوم مسابته عالتسعين. ما حدا نطالب تثبيت. وممكن يطلع عالمية. مم. بس فيني اعمل حال حالي. ما في مشكلة. مم. بس المشكلة الاسية ترجع مقلك عالشي المكره بالاقتصاد. انه انه ما فيكون عندك خمسين بالمية من وزنتك رواتب. وعم بتنبش على الارادات كلها وعلى الاحتياط اللي تتفع بس رواتب. معا. كيف هالدولة باتتمشي. استاذ براهيم نحال. عضل هيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام. انتو علقتوا ادرابكن حتى تماني ادار. نزبط. بناء على الزيادات اللي اقرت. وقلتوا انه آآ في بنود غامضة سيتم التشاور بها مع الحكومة. اول شي مسلا خير. مسلا نور. بدي اعرف شو الغامض يعني شو الملتبس بها الموضوع. شو لمشكلكم نقطة غموم. المرسوم اللي طلع. المرسوم اللي طلع هو مرسوم حتى بحد زيته. اه غامض. يعني نحنا كنا عم ندرس خارط الطريق. لحتى نعرف نعرف شو هالارقام اللي نحطيت. يعني بعدين بيجينا موضوع المسابرة. يلي مش مفهوم شو معناته ولاش محطوطة بها الطريقة. ليش بده يصير فيه تمييز بين آآ وزارات ووزارات. ليش بده يصير فيه تمييز بين قطاعات وقطاعات. ولاش بده يصير فيه تمييز حتى ضمن الوزارات ببعضها. تبدأ انه فيه ناس اقل انتجية. فيه ناس اكثر انتجية. هيدا مبدأ معتمد. كل الوزارات وزارات منتجة. هيدا معتمد بكل العالم. حتى بالشركات الخاصة يعني. نحنا كنا اللي عم نحكيه. انه ازا كان بدي يكون في مبدأ المسابرة. فليتم تثبيت وضم كل الزيادات الى صلب الراتب. وهيك ساعته بتقدر تقول هايدي هي الزيادات. وهذا هو المعاش والراتب الذي يستحقه الموظف. وساعته بعدين بتعطي حد منه بعض الزيادات على انتجيته. ولكن ان يكون هناك وزارات منتجة ووزارات غير منتجة وتصنف الدولة وزارات منتجة ووزارات غير منتجة فهيزا غير مقبول. لان زيادات. بس ما هو بالواقع مش في وزارات منتجة. لا كل الوزارات منتجة لانه ما في وزارة. منتجة منتجة شو عم نحكي ماليا. كله عم يشتر له استباب يعني. كله عم يشتر له. كله عم يشتر له. في دواقر منتجة ماليا للدولة. ايه. بس في عم نحكي على الانتاج انه ناس عم تشتغل. ناس عم تشتغل. القطاع العام اكيد بدهوا اعادة هيكلة كله. هيدا هيدا ما اتفقين عليه وبعتقد الشباب يعرفه ايه. في احيانا فائد بالقطاع العام بشكل انه يعني هلأ انا ما بدي بيين بموقع انه ما بدي بيين بموقع انه عم عم بتحامل على آآ موظفين يعني ما قادرين يعيشوهن وعائلاتهم بس انه بالمبدأ العام بكل الدنيا في قطاعات اكثر انتاجا وفي قطاعات اقل انتاجا يعني. هي فقطة الانقاذ من ضمنها بدي يكون اعادة هيكل القطاع العام هادي ضرور. نحنا اللي اندي. طب انا انا اللي بدي افهمه. انه اول شي يعني بتكون مباشرين. اول شي عندكن آآ التباس او غموض بتكون توضيح له بالنسبة لموضوع. المسابرة والانتاجية. صح. تاني شي. تاني شي. مين بده يقيم هذه الانتاجية وهذه المسابرة. اه. يعني هل ترى هل هناك هيكون في تمييز واستنسبية بالتمييز. يعني انا اذا التفتيش منه قادر وعدده قليل. اذا مجلس لعلن التقديم. مجلس خب المدنية. كل هذه الاجهزة المكلفة بالرقابة والمراقبة. هل ترى هادر تعمل هات. تالت نقطة. تالت نقطة واللي هيكون هناك معايير. هالمعايير مين هيوضعها كمان. مم. يعني تنقدر يكون في عنا دراسة مزبوطة. واللي نحنا بدنا هي اكتر من هيك. انه تصحيح الرواتب. وضم كل الزيادات الى اصل الراتب. لحتى ما نضرب النزام التقاعدة. لانه نحنا وقت اللي عم نجي نقول عم نعطي المتقاعد. حوافز. حوافز. هاي مش داخلي بالتقاعد بالآآ 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 بأصل الراتب. ايه. مش داخلي بالمبلغ. بالمبلغ الاساسي. معا بيروح للتقاعد. وهي دي عم يمنع عم يمنع المتقاعد. انه ياخد الخمسة وثمانين بالبي. طبع تقاعده. واللي هو اللي حق فيه. رغم انه نحنا من حقنا. انه ناخد المية بالمية من المعاش تقاعدة. بالنسبة لتعليق الادراب. بكرا. تعليق الادراب. رح يشمل كل الادرات. كل الادرات. وكل القطاعات. كل القطاعات. يعني النافعة. كله. كل الادرات. ابتداء من بكرة رح تنزل إلى الوظيفة العامة وتقوم بمهامة طبيعية أوكي هاي دي لمدة أسبوع لمدة أسبوع طيب بعد منها شو بترجع بتأضربه؟ خلال هالأسبوع نحنا عم نكون عم نشوف الأجواء نحنا بيبيننا كنا واضحين تعليق الأضراب لمدة أسبوع لدراسة على الشغل تاني ثلاثة وكنا عم نحط إنه هاي النقطة لمصلحة المواطن لأنه نحنا بالنهاية كمان عنا مصلحة المواطن فوقها كل أحيبات لما مصلحة المواطن يعني أنتوا لما عم بتأضربوا عم بتضروا المواطن مش عم بتضروا الدولة يعني الدولة بالآخر شو بينما المواطن عندوا أشغال بدوا يعملها عندوا مصالح بدوا يركض وراها يعني وإنتوا جزء من هالمواطن يعني أنتوا مواطنين كمان فالإضراب عم بتضر بمصالح الناس طيب شو قدمت الدولة لها المواطن وقت اللي إجت بموازنة الـ 2024 والموازنات المتعاقبة رجعت عملة موازنة كل أرقام رسوم وضرائب 85% ضرائب غير مباشرة 15% ضرائب مباشرة وين خطة التعافي الاقتصادية اللي كانت لازم تعملها وين الأموال المنهوبة اللي راحت جبتها وين راحت عملة تهرب ضريبي وجمركي وين راحت فتشت كيف بدأ تعيش الناس كيف بدأت حكمون نحن عمنا موظفين ميتوا على أبواب المستشفيات وين كانت الدولة ما قامت بوجبتها كدولة رعاية اجتماعية ما راحت عملت من دولة إلى دولة جيبت دواء وجيبت بنزين وقفت سمسارات وقفت صفقات وين كانت الدولة ما فتشت على الفساد بالـ 40 مليار ليرة اللي كانوا بالطوابع وين كانت الدولة الهندسات المالية وين كانت الدولة وقت كل هالصفاءات اللي عم بتصير ما كنا عم نشوف الدولة نحن نحن كنا عم نشوف دولة لو واحد بالمية من الشعب اللبناني دولة الأوريجارشية وكان الشعب كله سوا هلا عنا 80% عم بقيش تحت على خطوم تحوم خط الفقر وما يدري نعيش بالوقت استاذ أنتوان هل عم بيتحامل على الدولة ولا صرخة القطاع العام شو ما قلت بالدولة ما بتكون عم تتحامل بس انك بس انك هل قد منزهين وخاليين لا ما خلص حتى ما نوجهه لهم اتهمت بس خليني يقول لك شغلين هني هلأ اللي عم بيفكروا فيه اللي عم بيفكروا فيه وكأنه الوضع طبيعي وهو الوضع مش طبيعي هال مش يعني أنا سمعتهم عم بيحكوا عن قصة التدخم سلسلة ترتب رواتب جديدة وبالتالي عم يحكوا عن ازا بدك يعني ربط الراتب نعم بمعملية التدخم لحتى تضلها الكدرة الشرائية تقريبا زيتها عند الموزف بقى هيدا ازا بدك مطلب حق في الوضع الطبيعي بس اليوم انا بقل لك يعني عم قللهم يا بوجهن انه ازا اليوم فكريه انه فيهم يرجعوا ياخدوا ما كانوا ياخدوه قبل العزمة ولا ممكن لان احنا عم قللك بدولة فلسلة دولة منهارة اصلا ما حدا دولة تنطبق عليها اللي قاله الاستاذ برهيم كله مزبوط بس ما وهيدي الدولة ما بتعمل ما حدا لا بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص عم بياخد اللي كان ياخدو قبل يعني ايه بس بالقطاع الخاص ازا بدك صار الوضع افضل شوي ما في شك الوضع افضل شوي هوني عندك القطاع العام لك مزلوم عام هو الهو مزلوم اكتر بكتير عميد اه يعني انتو كمتقاعدين رفضتو القصة بالمطلق هني اه كقطاع عام عطيو مهلي اسبوع انتو اه ترفضون الزيادة بالمطلق وهالقرار منه لصالح العسكريين المتقاعدين وبتقوله انه اه تليت رواتب اضافية وتسع رواتب شهريا ومدرشو كذا كلها هايدي مش مش راضي تكون ليه خليني انه شو بات تكون مزبوط نحن خليني بس وضح بعض الارقام اللي تفضلت فيها باول مداخلة وقلت انه راتب الموظف بالادارة العامي رح يكون تلاتمية وخمسين تقديرات بتقول انه هو لن يقل عن اربعمية دولار وستزيد وهون نحن بنعمل مقارنة يال يعني انه احسن من ثلاثمية وخمسة ايه لا حقه حقه اكتر من هيك اللي عم قوله لا اعمل المقارنة انه نحن كمتقاعدين كمتقاعدين الحد الادنى هو ميتين وعشرين دولار اليوم العسكري بيقبض 12 مليون اجيه 8 مليون صار يقبض 20 مليون هيدا حد ادنى لا يكفي لا يعيش الانسان نحن عم نحكي انه تيه حقه لا يقدر يعيش لانه هو بحالة صراع البقاء وعم بيموت من الجوع لما بتجي بتقول انه نحن انصاف المواطن الانسان يلي هو عسكري متقاعد او عائلة شهيد او معوق عم بعيش ميتين وعشرين دولار لا يكفي هشي بيقلك ما فينا نتخطى سقف الانفاق ما فينا نتخطى سقف الاعتمادات وبتكون انه ما رح تقدروا ترجعوا على الرواتب اللي كنتوا انتوا انتوا عميد انتوا عميد تطلبون انه المساواة على الاقل بالقطاع العام يعني انه يعني معايير موحدة او شو نحن طلبنا اول شي وقف كل الزيادات الغير الاستنسابية وغير قانونية بدل نقل وبدل مسابرة وهالبدلات كلها سوا هادي يوقفوها تعاوا نعمل زيح تعاوا نحط نسبي من المعاش اللي كان عليها قبل الالفان وتسعة عاش بغض النظر شو النسبي حدد شو الحد الادنى للاجور ضمن سقف الانفاق وضمن الاعتمادات الملحوظة عمال خط التصحيح متدرج وفقا لنموم داخل الدولة احتسب جزء من الزيادة باساس الراتب مشان الموظف اللي هو اليوم بالخدمة يطلع على التقاعد بتعويض مقبول واعادة احتساب التعويضات التقاعدية على قاعدة انه ترجع بس انتو شو يعني هنه بالنسبة لالون وقفوا الاضراب اسبوع واذا ما توضحت الامور برجعوا باضربوا يعني هنه بايدهم في سلاح الاضراب انتو شو في سلاح بايدكم انتو عسكريين متقاعدين يعني طلعتوا بيان قلتوا انه اللي عم بصير رح تكون تداعياته اخطر من تداعيات حرب تموز او اي حرب مستقبلا طيب اوكي حكينا نعم موضوع موضوع تداعيات تموز عم نحكي عن الارقام الملتبسة اللي بتوزع الحكومة اللي هي منقلنا واقعية وغير قبل التطيق وهيدي هايدي الزيادة تشاك بلا رصيدة اوكي بس انتو على ارض الواقع شو بتعملوا غير انو تنزلوا بمظاهرات وبالاخر يعني لا نحنا اليوم قدام خيارات صعبة اليوم عم تطلب من انسان انو عم بيصارع البقاعة بيموت من جون مش قادر يشتري حب الدواء ولا ربط الخبز ولا ولا شو حتعملوا خيارات كلها مفتوحة مش لا يسأل العسكري متقاعد شو بديو يعمل بس عميد بس عميد الحكومي شو بدينا نعمل بس عميد انتو رح تحصلوا على هالزيادة يعني يعني ازا هالزيادة اقرت باخر الشهر رح تقبضوها شو البيتانو عشرين دولار اي اللي هي شو بتعايشو لما انت بتطلع بتلاقي انو انو ما اعطوه حقه لعائلة الشهيد عائلة شهيد ساحة شرف فهمين عليك ميتانو عشرين دولار فهمين عليك بس انتو حتقولونه شو مبادنا هالزيادة ما تقبضونا هي لا هو كان القاعدة انو نحنا قدام اعياد رمضان نحنا فيه تهديد انو فيه وقف المعاشات يعني استطاعوا الموظفي المالية يقدروا يأثروا سلبا على الشعب اللبناني كله سواء انو نحنا قدام خطر داهم امن اجتماعي مهدد وامن عسكري في حرب نحنا خلينا نروح على خيارات انو نسمح انو نسمح انو تقر هالزيادات لا تستفيد هالعالم على قاعدة انو قاعدة تحسين تحسين الشروق للأسف نحنا اللي اللي اكر ما كان وفقا لللي نحكي عنه يعني اخلت الحكومة بالوعود تبعها قال بدا تعت 3 معاشات ب4 ب8 مليون اسقطت حق الرتبة واشططن 4 معاشات هاو دي الرتبة شو بتقوله هلا يعني هل عندكم فكرة او هل متاح انو تتوجهوا اه كوفد للقاء يعني مسؤولين ما بقى بدل لقاءات ما بقى بدل لقاءات ما نحنا حطينا حل نحنا عطينا حل قد يكون حل لكل الكتب على العام لهو قلنا نحنا بتاعته المتقاعدين 4 معاشات على قلة تقل عن 16 مليون 8 تدفع نقدا 8 تدفع بوسط بطاقة الاقتمان أوكي على قاعدة انو انت ما بتدفع كامل سقف الانفاك اللي هو لنقول 2900 مليار ما بتدفعه كامله على المعاشات تدفع نصه نقدي ونصه بطاقة الاقتمان وهي دي رح يروحوا عليها نعم بس لما انطرحناها نحنا قال لا ما فينا نعمل بها الحالة استاذ انتوان بس بدي قبل قبل بس بدي كامله بك تسأله اليوم بتقول الحكومة انو سقف المعاشات هو 10700 مليار يعني نحنا عم نحكي فوق 128000 مليار بالسنة بينما بالموازنة بارقام الموازنة بيحطوا انو معاشات المتقاعدين هي 24 مليون 24000 مليار ومعاشات القطاع العام حوالي 45000 مليار نحنا عم نحكي 60000 مليار او 65000 مليار يعني هو دي بيعملوا 700 مليون اه منين اجا رقم ال 1.4 اهه ما بعرف منين اجا عندك توضيح لا بس خليه يقول بس على قصة اعتماد انو نص المبلغ يكون كأنو كاش نص على يعني هيدي بتخفف بس الضغط على قصة الكتلة النقدية بالليرة يعني بهايدا الموضوع بس انو بالنتيجة حل منطقي وهيدا عم يتطبق يعني هيدا جزء لانو بالنتيجة الانفاق انفاق يعني الانفاق على الورقة والقلم للدولة اللي حيكون موجود بس على الاقل الكتلة النقدية فيك تتحكم فيها اكتر اذا فت على هيدا على هيدا الجزء السجاج هيدا عم يتطبق حاليا اليوم العسكر المتقاعد بيقبض بيطلع بالتعويض وبيطلع تعويض وبروح البنك بيقبض ببطاقة الاحتمال قبل ما اعطي الكلام لك استاذ نحال خليني اخد فاصل اعلاني صغير ونرجع منتابع هذا الحوار ومنتابع هذا الحوار في الجزء الاخير من هذه الحلقة استاذ نحال كنت بدك تقلي توضيح عن حجم الكتلة النقدية حجم الكتلة النقدية المعاشية مثل ما قال سيادة العميل اه 10700 مليار ليرة شهريا بس نحنا بدنا نقول كمان قديش عديد الكتاع العام كتاع العام حاليا بحدود 8500 ل 12000 نحنا بسلط توظيف واقف من سنة الالفان من سنة السبعة وتسعين بموازنة السبعة وتسعين كيف يعني التوظيف واقف توظيف واقف بسنة السبعة وتسعين وقت لطلع عنون سلسلة الرطب والرواتب بسنة السبعة وتسعين وسبعة وتسعين شو صار بالتوظيفات يلي واقفت التوظيفات عنونيا ولكن للأسف للأسف الانتخابات بصير فيهية فهيدا التوظيف اللي خارج الانون خارج المنطق هو كان لازم يصير من خلال مجلس خدمة المدنية ومن خلال المباريات الرسمية هيدا بحث آخر بس لازم اللي هلأ يصير ونحن عددنا كله سواء رغم هذه التوظيفات لا يتجوز بين 12 ألف والخمسة عشر ألف موظف اصلاح الادارة يكون هلأ كان بين 8000 و 12 لا الملاك العام السابت السابتين من تلاف ولكن هناك حوالي العشرين بالمية من هذا الرقم خلال هالأربع سنين تركوا البلد تركوا البلد وسافروا وهجروا وتركوا الإدارة العامة وأكتر ناس خبرات لتركة البلد للأسر استاذنا حال فيما لو رجعتوا بعد أسبوع استمراتوا بإضرابكم استقنفتوا إضرابكم بها الحالة هيدا بتحصلوا على الزيادات اللي أقرت يا ملاك نحن بدا نعمل مولانو في 14 يوم عمل أو شي من هالنوع نحن يعني أنتوا مستعدين ترجعوا تأضربوا وتتخلوا عن الزيادة اللي قد تكون هي الوحيدة اللي رح تحصلوا عليها وقت اللي أعلننا الإضراب بس توقع جواب مباشر نحن رح نروح للإضراب إيه لأنه سلاحنا الوحيد هو الإضراب تحت سقف القانون وسوف نستعمل حتى لو حرمته من هاي الزيادة سوف نستعمل كل الأسليب القانونية اللي بتسمحنا فيها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية اللي حتى نيخد حقوقنا في هذه الدولة عميل بالنسبة لموضوع المرسوم وقرت والزيادة سيبشر دفع فيها لما بيبلش وزير المالية بيحط تعميم كيف تطبع يعني صارت واقع إلا إذا تم التطعن فيها وبالتالي الإضراب لن يوقف تطبيق هالهالزيادة بس مش فيه بند إنه 14 يوم عمل ما هيك استستوني هو هيدا البند حتى لو هيدا البند يحولنا إلى ميومين نحنا موظفين في الإدارة العامة ونحنا منتجين عم بيحطونا بنوده عم بيحطونا مشروط بس كمانا ما فيكو نتضلوا مقضربين وتقبضوا لا مش المبدأ نحنا شو بدنا نحنا شو بدنا بالأساس شو حطينا نحنا شو حطينا إنا بدنا تصريح رواتب وأجور وضم كل الزيادات إلى صلب الراتل ما يكونوا حوافز ما يكونوا حوافز لحتى يستفيد كمان المعاشر تقاهضي إنا بدنا مدى النقل أخذنا مدى النقل جزء منه إنا بدنا التقديمات الاجتماعية تقديمات الاجتماعية ماهتموا فيها تقديمات الاستشفائية ماهتموا فيها بعد المستشفائيات تحديت اليوم إذا بدك تروح تفوت على المستشفى بتطلب منك بدلات يعني عم يفرضوا علينا من خلال هايدي الشروط 14 يوم أو 20 يوم إنه نروح إلى التعاقد الوظيفة هني بدن يضربوا القطاع العام بهذا الموضوع استيس توني هي المشكلة استيس جورج إنه بالآخر إذا يعني كتن ما قلت لك بالأول درر وقع على الحال تاني بس إذا زدنا الضغط بالآخر بفزع أنا للحكومة أو الدولة شو تعمل؟ بدل ما تروح لنا نفترض على الإصلاح أو على الخطة الإنقاذية أو على مكافحة التهرب والتهريب يعني إلى إجراءات حماقية مقبولة أنا بفزع بالآخر تروح إنه مش الحال خلينا نكبر هالكتلة النقدية ونعطي يعني بمعنى تاني المزيد من الإفلاس المزيد من الإفلاس بمعنى تاني مندفع بهالليرة للأسف نحن نحن مشكلتنا مع السلطة لأنه أداء السلطة هو سبب كل مشكلة وليس على العسكريين المتقاعدين أو المتقاعدين بشكل عام هلأ حضرتك اكتشفت أنه لو لو وزارة الاتصالات وقفت على إجراءة كانت حصل الست مليار دولار من 2014 وهيدا قيصوا على مراكز كتيري هذا شيء من لشتهرب الضريبة لذلك لما بيجي العسكر المتقاعد أو المتقاعد يعني في عندك إرادات عديدة ممكن يتم تحصيلها لتغذية بس بدك أن يكون فيه إصلاح بيجي بقولولك المشكلة بالمتقاعدين لا المشكلة فيكن أنتو إلا الحاكم المصري في المركز قال ما في رؤى إصلاحية نعم أستاذ أنتوان أستاذ أنتوان بالشيل أبعد مدن موضوع إعادة تنظيم المصارف موضوع الخطة الإصلاحية موضوع أموال المدعين كله بتحس مجمد بانتظار الحل السياسي هلأ الأرار السياسي بدكونا فيه أرار سياسي بس هي الخطة اللي كانت موضوعة قدام مجلس المزراء واللي تم تأجيلها واللي هي إعادة الانتظام إلى العمل المصرفي هي بالحقيقة هي خطة الأنقاض مفروض تكون هاي يا هاي مفروض تضمى كمان هادي مين بياو إما هاني هنم منكرونا قبل ما قبل ما قبل ما غسلوا غسلوا ايديون صحيح وما حدا بدوا إياها صحيح مكرولة على كل إن هي مش تبه منها يعني خرجت خرجت لا لأنه هي في الحقيقة بالحقيقة بتقضي عالبلد شو بتنورطه بتنورطه هي قال عبوارتك بقل عبوارتك لا لا فعلا بتقضي عالبلد يعني هيا الخطة اللي عملوها انه بتقضي بتقضي على الباب. بس مين اعملها. بس خلينا. شفت انت الجدال بين بعضهم. ايه. انت شكيف يعني. انت مسرف مسرف لبنان انا مخصني انا هدي. والحكومة قال هي مخصة. والحكومة. لا والحكومة اللي كان متهم فيها. يعني نائب رئيس الحكومة هو اللي قال انا. قال ما. انا مخصني. على كل. بمجرد ما تنكروا لها قبل ما تبلش نقاش فيها بتعطيك فكرة اداش كانت سيئة. بس عميد عندك نعم. فين احنا شيء اسمه التعويض العائل. عن الزوجي وعن الاولاد. تعويض العائل وفقا لنظام التعويضات هو عشرين بالمية للمرة عن الحد الادنى. واحد عشر بالمية عن الحد الادنى كمان. اه. اليوم ترفض الحكومة الاقرار بانه الحد الادنى هو تسعمائة تسعمائة الف. وعم تعطي. عن الزوجي ستة وستين. ستين الف. وعن الولد تلاتة وثلاثين الف. يعني اثنينتون دولار واحد. هيدا للاسف. بروح على بدل مثابرة وبدل انتاجي وبدل نقل. اخي. اول شيء لازم تعمله. لازم تعويض تعويض عائلي لانه يستفيد منه المتقاعة. خليني بها الدقائق الاخيرة يعني عام نلقى الضوء على هالموضوع. بدي منك عميد آآ آآ عن دريء ابو معشر. يعني شو شو بتقول اليوم للدولة والحكومة يعني ازا بك تختصر المطلب الملح للكون. شو الرسالة اللي بدك تقولها اليوم. اليوم على الدولة تحسن اذا ان كان بالجيبية ولا بالقر انه في خلل ما على مستوى العسكرية متقاعدين وكل المتقاعدين وكل الموظفين يجب اصلاح الخلل وفقا لقاعدة تصحيح تدريجي للرواتب والاجوب بالانتظار بالانتظار شو الضغط اللي انتو شو الورق البيئي تكون اللي قادرين تضغطوا من خلالها نحنا في كتير خيارات رح نعتمدها في كتير خيارات اللي شي خيار في الاضرابات الاعتصامات مسالكم سنين عم تعملون وراح نظل نعملون نحنا نحنا استاذ جوارج نحنا في كتير امور حسنها وراح نظل نشتغل لنحسل اليوم النضال النضال طويل لنتوقع كمان نفس السؤال اللي بدو يعطي تعويض بدو يعطى التعويض والغلال معيشة لكل العالم بدي يقول للدولة انه ما بتعطي منكفاءات لازم تطبقي لقوانين وتفضل يعطيه للمتقاعدين متل ما بتعطي للموظفين 85 بالمية من حقهم وانا برأي انه نرجع للمية بالمية من معاشة تقاعدة متل ما كان سابقا لانه هيدا حقنا ويعادة الصندوق التقاعدة المستقل مع مين بتكون تتفاوضوا بدنا نتفاوض نحنا بالسلطة يعني انت اليوم عاطين اسبوع مهلي بهالاسبوع مع مين رح تتواصلوا لحظة مع مين رح تتواصلوا مع مستشار رئيس الحكومي مع وزير رح نتواصل مع كل المتضررين قبل ما نتواصل مع السلطة يخيل نتضررين مفهوم شو هيدا نحنا عيدنا مفدودة للتفاوض مع السلطة مع مين مع رئيس الحكومي مع المستشار يعني اليوم انت شو بتقول لرئيس الحكومي بدي يقول له تفضل عطينا حقوقنا اي وبنحنا بدنا تس يعني رح رح تدقوا بكرة تطلبوا موعد من رئيس الحكومي نحنا عم نطلب موعد على هوى مباشر اي من مين من رئيس الحكومي من السلطة السياسية الموجودة بالدولة اوكي استاذ توني بالختام الموضوع اللي نحنا ازاؤه بالنسبة للموضوع اموال المدعين بالدرجة الاولى واعادة تنظيم المصارف اللي كنت عم تحكي عنه انه وصفته بانون كارث نعم شو البديل عنك اولا خلينا نقول بس للشباب اذا ما كبرنا اقتصادنا عبسا ما حدا نحياخد حقوقه لا بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص ولا نكبر اقتصادنا بدنا نروح على الخطة الانقاذية دا اللي بتعني ببساطة انه نحنا صلنا اربع سنين بحالة افلاس نبلش المصار التصاعدي مش اللي بدلنا بالمصار الانحداري نعم بموضوع الخطة للي نعرض العملية في روحية معينة بتنعمل لحطي نعمل الخطة يعني الدولة بتتحمل مسئوليتها اولا بدنا نحافظ على حقوق المدعين بالحد الممكن على الاقل يعني ما فينا نقول انه نحنا بكرة بدنا نرد كل اللي يمكن لكل اموال المدعين بس بدنا يكون فيه رد نسبة كتير كبيرة من اموال المدعين بدنا نحافظ على القطاع المالي لحطى نحافظ على اقتصادنا من خلال شو؟ من خلال خطة بس الخطة بتكون عن هادي الروحية بس طبعا خلي نقول بس بيه بدو تحمل مسئوليت الدولة مصرف لبنان المصارف الناس المدعين جورج لما مصرف لبنان يعني هو مصرف الدولة لما بيعمل بيان مالي بسن عن اعمال سنة تلاتة وعشرين وهو بيقول انه انا في عندي خسائر واحد وخمسين مليار هادي الدولة لازم تدفعهم وفق المادة مية وتلاتعش بس هلا مش قادر تدفعهم خليينهم عجنب نحن عملهم خسائر لاحية وهو بيسجل عنده انه في ستة عشر مليار ونص دين على الدولة كما معناتها هادي الدولة عليها سبعة وستين مليار مصرفة المركزة عم بيطلبها فيه وليه مش قادرت تترده صحيح واذا بتضلها هيك ما بتقدر تدفع معاشات هادي الدولة هادي الدولة ازا ما غيرت النهج ازا ما استغلينا هذا الظرف وضغطنا عليها الا تتخلى عن هالقطاع العام اللي عملته دكاني وجبنا ادارة بالقطاع الخاص ترجع تدير هالمؤسسات ادارة يعني ادارة ادارة المؤسسات الدولة بشكل جيد لتوفير المداخل يعني منذ ما نحكي عن بيع وصول الدولة ومنذ ما نحكي عن بس القطاع العام محتاج لا اعادة هيكلها شفنا من القطاع الخاص ما يدمي القلب خليني بس هزمة البنزين هزمة الدواء سببها القطاع الخاص لاحدي كراسة ما بقى الكطاع الخاص بيكفينا التأمين الكطاع الخاص ما شبعنا إلا من الكطاع ما جعنا إلا من الكطاع الخاص بحقيقة المشكلة إنه هي الدولة بتعمل هي كطاع فضل أصلا الدولة ببدا تبيع الكطاع العام ما بدنا نبيعه تنفيزا لأ ملايات البنك الدولي والصندوق النقد ودول الميرقى هي بدنا تبيعه بعدنا نعمله إدارة أنت بتقبل إنه يكون الاقتصاد الأسود الشرعي بيشكل ستين أو سبعين مئة من اقتصادنا السلطة السياسية بزيل أنت مش مؤمن بهاي السلطة السياسية كيف بك تعتمنا بضلت دير القطاع العام هي أنا أصلا ما أعتمنا عشي تدير عصول الدولة هي ما هيدي السلطة هي اللي بتقرر هي بتقرر لك معاشا هي بتقرر كيف تدير القطاع العام أنت ما فيك تأملها لهذه الدولة لأنه ما فيك تأملها بدك تجيب ضمن الشفافية قطاع خاص يقدر يدير والقطاع الخاص بيقدر ينجح بكل المجالات وكل الدول عالم للي عندها اقتصاد قوي مش خصخصية القطاع العام عن بيقول لا 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 الدول الأوية يعني يعني 巨فقها نظام اللي يابان وقت لطلعت من الحرب العالمية التانية مين يبان؟ علينا وقت لطلعت من الحرب العالمية التانية ولا ألمانيا ولا أمريكا عملوا قطاع عام قوي وهيدي القطاع الام الأوي ما بيقدر يكون يعني دولة قوية بتكون Logi 고漢ي بيكون في قطاع عام أوي والقطاع الام الاوي بكل وقت اللي بيكون في موظف اوي متمكن قادر يعيش. ولكن. لا لا انا مش ضد هالشي. بس انت. ولكن هزي الدولة. انت شايف الوليات المتحدة هلا شايف انه القطاع العام اوي. طبعا على شخص واحد بالدولة. وليات المتحدة الشرطة عاملولا خاص خاصة يا ستادي. الشرطة عندون قطاع خاص صاري. لا لا ما تفكر ابدا. القطاع الخاص هو اساسي بكل الاقتصاديات. انا ماني عم قوله القطاع الخاص. مش معناتها مش معناتها انه نحنا كمان يعني نحول هذا الموضوع لمنهب جديدة. ويكون السلطة عم تجي تبيعه حتى هي تاخده ترجع لهالمؤسسات. يعني هادي اكيد. هو هدا اللي هني عم بيخاططونه. اكيد هدا مش مطلوب. هندي اللي عم بيخاططونه. اكيد مش هدا مطلوب. بس عنا هلأ هيئة شراق عام. خويسة. بعتقد انا فينا فينا نتكل عليها هلأ. بوجود الاستاذ جون علية كمان على رأس. بعتقد فينا نتكل بجزء من هدا الموضوع. انه نفوت على هيدا الموضوع. اشراك القطاع الخاص. ببشكل بشكل. انا بنشراك الخبير الاقتصادي انتوان فرح. اهلا وسهلا فيك. عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام. شكرا اهلا وسهلا فيكم. شكرا لحضوركم معنا. الى اللقاء مشاهديننا. وشكرا لحسن المتابعة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة